من القاهرة للمهر فحره وملاقه لا عافية استراوي كنت محتاجيني في حاجة انت كنت رايح فين يا بولالة اني كنت كنت رايح اشوف الولاد ايوه رايح تشوف الولاد بسكينة يا بولالة اني رايح للعوم دي اني لازم انا سيح دم الراجل الفجر الكافر دي يا لا اوه استنى يا راجل انت استنى يا بولالة ايه تا ايه دا يا راجل راجل اني راجل هتودي نفسك في دهيا يا بولالة اني عايز اعمل كدي اني عايز اتلو الف مرة بس اعرف ان اني مش هقدر بسعيح ايه ومش هقدر ايه اني جبان وما انحزبش في الرجالي ما تقولش على نفسك كده دا انت راجل وسيد الرجال بس اسمع كلام يا بولالة وانا هخليك تدوس بمداسك دا العمدة اعتمنوا اللي زايه كلام وهيفيد به الكلام يا استراوي الكلام بيزود النار وبيفتح الجرح وبيدوس عليه وتانى انه ينفقه في غيظي ويحط في راسي خيالات واوهاب اني بنتقم من العمدة وبسوي فيه الهواي وبعد انا في قول الدنيا وافتكر الحقيقي هي انني لا حولي ليه ولا قوي واني العمدة دي واللي زيه هم دول الناس اللي تقدر هماني والناس الضعفة اللي زيه احنا دي مقدور عليهم احنا اللي بني نداس ونتنيب ونتان واحنا اللي بني اسكت بس يا بولالة بس فعلى كفاية قطعت قلبي احنا اللي بقولولك ده له خيالات ولا أحلام بس انت اسمع كلامي بس انت اسمع كلامي اللي ما حتطلع الكردان اللي حكون بعدكم على الحجز وخلي الغفر ينزلوا فيكم ضرب كده لغاية لما يكسروا لكم عدامكم فان يا بيت انت وهي يا الكردان وحياتك يا ستة حفيزة ما نعرف حاجة الستة فهيمة طردتنا برا القوضة ايوة وقالت ليني محدش يدخل هيني اللي ما اقول لكم هنقول لها اي يعني يا ستة خرضنا وسبناها وياكي في القوضة هي مفيش غيرها دي الأحقالت اللي ايدي مش طيلح من عتمان قامت دي ايدي واخده من حفيزة وحيات أمك يا فهيمة الكلب لكوم مطلعاكي بلوي زرقة سودي وهفضحك فضحت اللحمة اللي في السوق وهقول للناس كلتها ان هي حرامية طيب الحقي بقى روحي بقى اشوفي بقيت الدهب وتميني عالصيغة والحاجة لكور خد الحاجة تاني وايا الكردان يا مصبتي الحقي مش يا بيت التوية من هنا خد يا بيت خد خد يا بيت لا مش انتي ايه مش انتي تعالي ايوة يا حضرة العمدة انا ايه عني يا بيت عايز تاكل ايه يا حضرة العمدة دا في فراخ وملوخية دا انا عايز اكلك انتي اكل جديد ماما ماما بقولك ايه تعالي جوا كده وريني فاق ايه تعالي انتي ايه سناني واجعاني امو انا دكتور سناه يا بوداني كمان انا دكتور ودان واريني بوءت باسو سناني ووداني وجعاني يا عمدي ايه ياановي سناني ووداني انا دكتور سوداني بأعلي بوداني بأمني بأمني ب volteكي معاي الي تركيزي معاة مزيبت ام نحبيزة خالد يا بتزيبالك مناهة تقولади حافيزة نحن مع بعدينا كدا عشانني اعيزة اقول لك بتعمل ايه؟ يا عرد الرجالي والتي بتعملي ايه يا بيت تعال؟ تعالي ايه؟ لا يا سيد جابت الكلب جابت الكلب ايه بشغولي مرة؟ انت رايح في المدين ايه؟ يا بلاذي يبنع النسوان انت مبتتعد يهدك ربنا يا سيد يهدك ربنا يا سيد تعالي لي هنا اتفضل يا عبدة اتفضل يا خطو عزيزة اتفضل عتمان يا اهلا يا مرحب يا اخويا اتفضل اهلا اهلا اتفضل اعملي الشاي بيت بسرعة ماليش نزوم الشاي اقعد يا فاهيم انا عايزك خير يا عتمان لا مش خير يا فاهيم ليه يا عتمان انت مش جاي عشان نتصفها؟ ليه يا اخوان اتصفها بس بعد ما تصف انت السوادي اللي في قلبك انت وامرتك دي احنا يا اخويا اللي جوانا صافي والحمد لله طب يا اختي الحمد لله شو بقى انا مرضيتش يا عنا السغل اللي حصل ديه واكبر الحكاية واشيل في قلبه واعملكه في ضيحة انا قلت انا الكبير برضه واني العمدة والكبير يعرف الاصول في ضيحة؟ في ضيحة ايه؟ ما تتكلم ده اغري فين الكردان يا فاهيم؟ كردان؟ كردان ايه يا عتمان؟ الكردان اللي امرات اخذته من صدر امراتي كردان ايه يا بو كردان؟ ده لا لو قدامي ما للدنيا كله ما مدي ايدي على حاجة حرام الكردان قال لا تخل يا علاقة يا يا بيت يعني انت ما استغلتش فرصة ان البيت تحافيزها مسرقة؟ وروح تسالتها الكردان من صدرها وهي مؤمن عليها؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بقولك ايه؟ انا زبرت عليك كتير وصبري طاب وميالة فرجينا عالكردان كتا كتير قوي اعتمان والكل طافة وشوف بقى مش كل الناس تاكل حرام وتحطوا في جوفها ولا كل الناس تمدي اداء على حاجة غيرها زي يا حفيزي وهي الحق عليها فهي ما ما ثبتش حفيزة موه انت بتقول ايه يا علا؟ اسمع بقى الكردان ديه لو ما ظهرشي انا مش هقولك انا اعمل فيك ايه؟ انت والحرامية دي اقولك انا اعمل ايه؟ لا انا مش هقولك انت بتزعل ابويا ليه يا راجل انت؟ يلا نكشح من انا بدل ما تديك بالشوم على دماغك افتحالك بس يا واد بس ما تعليش صوتك اتعيد عبي يا ابني يا ابني ايه؟ يا ابني علوان ماشي دهب؟ دهب ايه يا ابو دهب؟ ده انا عندي دفري العيل بمال قرون الدنيا كله مصلك ما جربتيش وما تعرفيش يعود ما يد لقايم ولا طايل يعود ناشف في سجرة نخرف فيها السوس ما ينفعش يتقلي علام الجدور وحيات امك لحبيتك في الحاجز يا بنت بيعت الدول يا حرامية ههر ياكسي ولا ههر ولا هخاف منك بكرة يا حبيبتي تموت انت والطور اللي سحبا معاكي واخرة المتين فدان هو متر في متر تربة حر جمر نار طيق من جنبها شرار وهنوعد انا وولادي وهناخد كل حاجة كده ولا هنترحم عليكي ده على جسيتك طب اها على جسيتك يا حبيبتي ان شاء الله ان شاء الله انت وعيالك وجوزك في جوتة واحدة راح تعمل اهل ماشطف اللي مضروبها بالبلطة وبكرة تموت ياكا تكوت توت توت بكرة تموت ياكا تكوت بس عندك هنا يا عم از تسلم ايدك يا بركة بسم الله الرحمن الرحيم تسلم لا حوال اولا قواتي اللي بالله يلا يا شيخ مبروك حاسب الراجل خليه يمشي ده راجل صاحب عيال وصاحب علة حاسب الراجل ايه والشيخ مبروك حادحيلته حاجة ما انت فالسطيني يا اخت خد خد يا اخوي نصة فرانكا هو تشير الحاجات دي تنزيلها تدخلها جوه يلا لا هو مش عايش الحاجة يدخلها جوه انت اللي حتدخلي الحاجة لحد جوه جرايا فقط قال لا مش كيفية شو انت الحاجة من المحطة لغاية ما رصيتها على دهر العربية تكروا وانت عملة تقوليني ما تبارك منك يا شيخ مبروك ما تباشر منك يا شيخ مبروك لا هي اخت لغاية كده وخلاص هو ايدا اللي خلاص وبعدا نصة فرانكا اهل اللي بتديه للراجل الغالبان صاحب العيل والعيلة ده ايه الفقر ديه خد يا راجل انت جريه بحالة هوه يا عم عيزة تروح تجيب لعيالك كل اللي نفسهم فيه ان شاء الله خليك يا سيد وانت يا شيخ مبروك يلا يا اخوي اهمتك معايا كده نزل الحاجة هنزل الحاجة هنزل حاجة الجنه جنه اللي حوله ولا قوة إلا بالله ده العمضة هيخرب بيته خدت الجنه يا عم عيزة طب يا اخوة بالجنه اللي خدته ديه عايزك تنكت العربية ديه وتنزل الحاجات اللي فيها تدخلها جوه وتروصها في مكانه جرى ايه يا شيخ مبروك ما تخلي الراجل العليل ده يروح لعياله ايه هي ويلا هات الحاجة وتعالى ورايا ده اللي عام الجميل يتمه لاتموت أمه بلاش تمنعني البركة اللي عام الجميل يتمه لاتموت أمه والأمه ماتت مايتمونش اخوي يا اخوي بتاعش أيلني يا اخوي شيخ ده يا يا اخوي يا سيد العرب ده 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 يا سيد العربية جميلة ده ده اياحي ده 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 فإنت ده موسيقى بالذن ما يتجوزها ويتتب عليها ليه؟ إذا كان كل يوم والتاني عندها جوه؟ لو إيه؟ عيني عينك كده؟ يا عمي يتجوزها ولا تنم قضيها زيارات؟ وكان حد قاله حاجة أه يا بلد جباني مخاليه بارطع والناس كلها سكتة وكله بيقول أربي عيالي واه، وكي راح يربوا عيالهم يعني؟ إذا كانوا معرفين إيش يربوا نفسيهم؟ العمدة هيتجوز فاطنة، أبو العيلة هو اللي مش تمام طلقها بعد ما ربطلو عياله العمدة قد ترخيره، مش عايز يسبع لوحدها كده من غير راجل أي والله قد ترخيره؟ واه، العمدة قد ترخيره؟ لا صح والله الحج معاك العمدة قد ترخيره رجل طيب خد البت من جوزها وطلقها عافية عشان يتجوزها هو أصدو خايف عليها، خايف عليها من الفاجر وخايف عليها من أبو العيلة وبكرة رح يجوّقكم واحد واحد عشان خايف عليكم برضو خايف عليكم من كترة الأكل وبكرة رح يأخذوا فلساتكم وجرشيناتكم كلها عشان خايف عليكم من ختنة المال المالية وراح يموت أعيالكم كمان والله عشان خايف عليهم المرض وخايف عليهم الفاجر يا سلام العمدة طيب صح وقلبه رهيف جوهم يا قد انت هو يا قد بهم يا أخد انت بلد حوله لا قوة إلا بالله العليه العظيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ندل على السلامة يا عروض العمدة الله يسلمك يا عمدة يعني يا شيخ مبروك والله ما نش عارف أقولك إيه؟ يعني أنا بتشكر لك آخر شكر تعبتك معي والله وده كلام؟ لا لا شكرا على أي حاجة يا ستا فاطمة مع إني يعني زعلاني زعلاني منك خالص لا زعلاني من إيه؟ كفل الشار وصل يا عمدة بصراحة يعني أنا ملحقتش أشتري كل اللي نفسي فيه الشيخ مبروك قاعد يستعوقني ويستعجلني ويقولي يلا يا فاطمة يلا يا فاطمة الليل حيليل علينا اللي عمدة حيستعوقني وامتاني بقى ملحقتش أشتري أي حاجة من اللي أنا كنتي عايزاهي ليه كده هزيف تنتي؟ يو الله عندك حاجة والله هزيفتي فعلا لإن أنا بهدلت نفسي وفي الآخر ما فيش شكرانية أنا خلاص يا عمدة أنا حاس أني حتشلت حاسس إيه؟ أنا تشلت فعلا طب روح إنت روحت لي أجيب لك يا عمدة وعملت خمسة دمتانية وأني ماشي ماشي أنام أريح جتتي طب يلا يا أخو يا سلام إنت يا رجل إنت إيه في الباب وراك؟ أهو بقولك إيه يا عمدة أنا عايزك تاخد بالك وأنت بتحسب الرجل دي آه عشان ديه رجل ضلالي وزمته واسعي وأني كاتبة عندي وعارفة كل حاجة تصرف فيها إيه وتجابت بكام لازم أن تاخد بالك الله وراوه عليك يا بنت يا فاطن سيبك بقى دلوقتي من الحاجات دي بلا فلوس بلا حساب بلا بيع بلا شارة خليك معي أنا بقولك إيه أغمض عينك كده؟ واني أغمض عيني ليه وأنا بكلمك يا بنت بس أغمض عيني مانيش مغمض عيني يا عمدة ما تقول أنت عايز إيه غمض عينك بس وحاتشوف الله ما قلني مش هغمض عيني يا عمدة ما تكلمني زي ما بكلمك يا بنت مش هعمل حاجة من اللي بذلك والله ونبي إن انت هتبدل تتسحلب وتتدحلب لحد باتعمل اللي في دماغك واللي أنت عايزه يا بنت هعمل إيه؟ أنا هعملك مفاجأة غمض طب قولوا مقام السيح ما انت عامل حاج طب غمضوا هتشوف ايه دي ايه يلا فتاحي بقى ايه دي ديه شبكتك خد يا بيت ديه شبكتك ايه قولي يا خدك يا فاطمة ايه ديه يا نيلتك يا فاطمة ليه كده ليه وانت مش شايف انت بتديني ايه بقى انا يا عمدي تشبكني بحتة حالق ما يسوش تلات ابيض تلات ابيض ايه لا والله دهداها بعيار واحد وعشرين يعني انت لما روحت عشان تخطب حفيزة جبتلها حالق زي دي ولا ورحت جبتلها كردانت وقلي كده عشان تغطي بيه صدره ورحت جبتلها اخو الخالع يار واحد وعشرين عشان تحطه في رجليها المعابة المعفنة دي بقاني تعمل معايا كده داني فاطمة اخس عليك يا عمدي اخس عليك وقال في اخس لا اني زعلان زعلاني خاط لا 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 هو انا ما يهونش عليها تزعالي ابدا يا بيت تفهميني انت مش فاهماني دهمش الشبكة كله ده تقديمة بس وبعد كده اخدك ونروح لاحسنها سايغ تنقل كل اللي على كيف ماشي اني هاخده بس عشان من ايدك بس وديني وما اهل خلاص خلاص بقى خرب بيت بوك ايوا كده تحكي كده ايوا كده يوه ايه يا بيت نهمدك ايه ما تبع عيدك يا عمدي ايوا ايه ايوا ايدك بقولك يوه يا بيت امتي يا بيت تستني بس عايزك تغفر الله على العظيم يا رب ما بقى ايه دي بس انا عايز بس اقول لي غمضي بوك يا عمدي مش هغفت حاجة دي يوه ما تبتل تساهواتي بك يا حاب اقول ن mass استغفر الله على العظيم يا رب اي ابت مش كده اي ابيت فراحتنا على الفاضي اي ابيت انا انا مش هالماذك اي انا يوه انا ماني فيها بعدك ولا مش هالماذك اقولتك لما لدي تقفل علينا بيت واحد م구ها نعمل اللي انت عايزه يعني كده هتسمعي الناس وضعنظة و تلمل علينا ناس ايوا وابعد ايه دي عني دي اللي عايزة أقطعها يا عمدي مدى المساوطة الامة عليك خلق رحمت خلاص 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 حبعد ايدي اهو مش بايدي تعالى بقى بقول لك ايبعد يا عمدي الله يا بيت اهماتي بقى فهميني بقى منيش فهم احاني بقول لك اصدغفر الله العزيم يا رمقر ايبعد عانى ايبعد عانى يعني بقول لي اتعبان يا عمدي انت مش حسنية ليه حس مقى هو يا عمدي اللي جوه يا بي طلع يا بي ما تلبسناش تراع الان الله هاي اللي جوا روح روح يفتح الباب روح يفتح الباب يا ابو يا موضوع يا تي يا كاي تيه اللي يا بوي لا إله إلا الله فيه إيه بس يا شيخ محمود لما معلن الناس ليه يا شيخ محمود خلي الرجل اللي عديم الدين اللي حداك ده يا فاطمة يطلع بره ما استغفر ربك ما استغفر ربك يا شيخ محمود بقى أنت تزن فيه الظن ده أنا يطلع مني كده؟ أنت تعرفوا عني كده يا شيخ محمود؟ الله ما يطلعش منك يا فاطمة لكن يطلع منه أنا عارفه استهدى بالله استهدى بالله الله لا يسيئك تعالى بس يدخل جوا وأنا هفهمك على كل حاجة عشان خاطر يا شيخ محمود استهدى بالله كده استهدى بالله كده ما تجرسنش وسط الناس تعالى تعالى ورايا كده فيه إيه يا زيفت انت؟ إيه الفضاياح اللي انت عاملها دي؟ أنا برضو اللي عامل الفضاياح مال إيه له يا جان دي؟ يا جان لم يم للناس يعني عملت خبط وتجعر؟ فيه إيه؟ فيه إن وضعكم كده غلط جاعدتك معاها متصحش ولا الجوز جاعدت إيه يا خود؟ وضع إيه يا حبيبي؟ هديك دخلت أهو؟ شفت إيه؟ بصوا كده عروستي وبجهزه وإنت كمان جيت والي لسه بجهزه ده بتجيب في الوقت المنافس يا عمدي عايزين نجفل على الفضاياح دي الناس ملمومة بره لو سمح تطلع يا سلام يا سلام يعني أنت لم يملي الناس بره وعايز صلعني فوسهم بالمنظر دي؟ طب يا مين بالله لو ما خطوهم وغورتهم في دهية لا يكل معاك كلام تاني استعدى بالله بس يا عمدي استعدى بالله فيه إيه بس يا شيخ محمود؟ ما أنت دخلت وشفت كل حاجة بنفسك أهو ما فيش أي حاجة غلط شيخ إيه؟ ده مش شيخ ولا نيلي ده واحد هربان من بلدهم بقينه مجرم ولا سرق له قتيل وجاي الدره هنا شيخ إيه وزيفت إيه؟ تمام يا حضرة العمدة أنا لا شيخ ولا يحزنون يا أخي اعتبرني راجل غيران على دينه وما يلدش عليه الحرام حرام؟ حرام إيه يا شيخ محمود حرام عليك انت لما تظن فيه الظن دي؟ ده لي ما يطلعش مني العيبة؟ نهيوة ما تطلعش منك العيبة يا فاطمة لكن لكن تطلع منه لكن تطلع انت بره وتلم الحاش دلوة غروف داهية امشي يا الله وإما مشيتش يعني؟ إما مشيتش؟ طبعه هخليه ومشي لك مرابعة يا لهوة بالي؟ يا لهوة بالي؟ استهدى بالله يا عمد استهدى بالله ده ساعد شيطان وحتروح لحلهم أحب على ايدك يمشي يا شيخ محمود أحب على رؤينك يمشي يمشي ده ساعد شيطان يمشي عشان قطر يمشي والنبي يمشي أعوذ بالله فور دم الله يحرق دمه رهي فين الباب موسيقى 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 من يوم ما مات أبوي وأني لا روحت لأيمين ولا شماي كنت لما أشوف القطر جاي بيرمح من بعيد والتاني وفاطني استمنى نبقى بواي عشان نخرج برا الكاف موسيقى 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 يطلع الدنيا تانية موسيقى انت لساك متقدر يا أبو العلا؟ موسيقى ده أنا جابك هنا يا أخوي عشان تفكه على نفسك وتراب موسيقى بس فاطفت فاطفت يا أخوي وقل في قلبك ده انت تتكلم وياكي انك بتتكلم مع نفسك يا بولايل انا صعبا علاقة نفسي قوي ازاي سيكتتي وسلمت باللي حصل كده ازاي بقى راجل قدام نفسي هل بقيت نار ومش عايز يهدي لسه اشوف اليوم والساعة اللي ازل فيها عيتمان دي الثانية اللي بص جوانين يعنيه واني بزله حتى ان كان فيها موتي بعد الشر عليك يا خو بس هيعزي وحياتك عندي لا يحصل واخليك عمدة الكفر اني تنده واخليك كمان تحط مداسك في حنك اجعزها واحد فيك يا كفر بس الصبر يا خو الصبر انا اجيب منين الصبر دي يا استراوي اصبر وانت تنل في بالك اصبر يا ابو الحلم ده انت ما تعرفش غلوتك عندي قد ايه زمان وانا صغيرة لما كنت بتشتغل محبوب النفر في الارض لما كنت باشوفك كنال بي بيدو ايو والله كان بيدو بس كمان كنت بتقدر لما كنت باشوفك وعف ما فاضل هارف لي انا اتجوزت واحد اكبر مني وغني عشان اخرج برا البلد مش فاكش بتجوز واحدة غيري بس حتى وانا بعيد ما كنتش بتروح عن بالي يلا عله مايرجح ايامي خلاص يا ابو العلم فاضمة اتخدت منك وبقت لغيرك فكر في نفسك وعيش الدنيا تتجوزين يا راوية يا دينا اطلعوا اللعلك في الناس عشان تعرف ان مفيش ناس جرائه يا عمدة وبعدين ما احنا الغلط ركبنا منصصنا الرصنة والناس مش غلطاني انا كنت عايزك تمشي يعني عشان انا بصراحة عايز اريح شوي ايو اما ليه تعهبت من كتر اللف والدوران في مصر ماشي انا هامشي مش عشان الناس لا عشان انت اللي قلتي بس قابلي مامشي بقى يعني مفيش بوصة كده ولا كده يوه يا عمدة عليك يا ساتر يا راب اما انت عليك شوهية حركات يا مصبر الصبر يا مصبت العقل كل ما اقول هانت وخلاص قربني قالقينا بعيدنا امت بقى يا بيت اغمض وفتح كده لقيك جنب مني عالسرير كله بقى وانو يا عمدة وبعدين بقى اتصبر بحفيزة ايه سدت النفس دي قالني يعني قلت ليه عندك طلب انت تقموري يعني ينفع تبعتلي البتة حمدية يعني تساعدني في تستيف الهدوم اللي جوه دي والحاجات اللي انا جبتها يعني لا تخسر مش معنى حمدية يعني ما تبناك كتير ابعتلك ايوتها بيت تاني اه قل كده بقى بقى انت خايف لحفيزة يا عرف وتقندل عشتك لا 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 حفيزة انا مخافش من حد امرا ايه اسميه ايه دي ايه ايه يا بيت انت لسه شايلة منه ما خلاص لشي تغيلك فيها وانت هنا لسه قلبك ايه سود لا يا اخوي انا قلبي مش ايه سود انا بس كنت عايزة جبها هنا يعني عشان عايزة اعرفها ما امهي بالمحصوص عايزها تفهم ان هي خدامتي وان انا ستهي وبعدين ما تخافش انا مش هعملها وحش لا داني هعملها احسن معاملة عشان خاطرك انت يا عمدي ولو جات اشتكتلك مني يبقى لك حقا عندي بس انت سايق عليك النبي تبعات هالي عشان خاطر فطومة هبعاتلك واحدة تاني يوه اماني بطلب منك التالبات دي كلها من قبل الجواز بتقولي لا ومن بعد الجواز هتعمل فيا ايه وما انت بس اتجوزيني واشوف انا هعمل فيك ايه ايه يوه يا عمدي واحنا اللي هنعيده هنزيده عشان خاطر يزعل منك هزعل والله خلاص خلاص قلتي انت هالفاضي وروحت مطلع الفيرفير وقلت له اسمع يا جداعينتا انت لو ما تكشحتش من قدام دلوقتي حالا انا حديك بتكف على وشك امخاف ومش الله الله يا صلوب عليك يا عمدي ايه اه برضو راجل تسيم اعزو بالله من عباده يا عمدي بس برضو البيت فاطمة ماسكت تلوش قالت له انت ملك انت وانت ملك انت وانت ايه يعني انت تكون ده يعني واحدة وخطبه وقاعدين مع بعضيهم وبيحبوا بعض وانت ملك انت حرام ايه وحلال ايه امشي يا راجل انت يا سلام يا سلام بقى فاطمة قالت لي مشي يا راجل انت البيت بايدناها وحبيتني يا مابروف والعظيم انا خوفي من فاطمة دي اكتر من خوفي بس 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 انا مش فهم انت ليه قرش ملحيتها كده والله يا عم ده لا قرش ولا بالح ده اساسا هدت حيلي في المشوار اللي انت بعدتني معاها فيه دي شل يا مبروك حطي يا مبروك حمل على العربية الكره يا مبروك بتبارك بك يا مبروك يا عم ده ده انا مش قادر اقف على حيلي ولا قادر اصل بطولي يا من بالله العظيم الولى المعدة اللي بيني وبينك دي ما قمت من فرشيت غير بعض صلاة العش ايوا ايوا بقى اقول كده انا كده بقى فهمت انت بتقول كده ليه فهمت طبعا ايه ايه ودي يا قادي يا بيت انت ايه تروحين على فين كده مروحين يا عم ده هو رايح عالدار اني راحة للستة حافيزة عايزاني عايزني في حاجة يا عم ده بعدين بعدين ابقى روح لستك حافيزة دلوقتي تروحي على ستك فاطمة عشان عايزاك ههه تقصت ستة حافيزة يا حضرتك العم ده ستة فاطمة يا غابي ستة فاطمة ايوا ستة فاطمة مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونثني عليك الخير كله ربنا إنا لا نستطيع ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلاة ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا من بلغت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة يا من أنظرتنا بيوم عصيب يحاسبنا فيه رب العزة أيها الأخوة الأحباب اعلموا وتأكدوا أنكم واقفون بين يدي العزيز القدير يوم يمسك الله السماوات السبع بيمينه والأراضين حتى تظهر كالخردنة في يد أحدنا قائلاً من الذي يقول الله هو الذي يقول أنا الله أنا الواحد أنا الجبار أنا المتكبر أين الجبارون أين المتكبرون لمن الملك اليوم فيرد الجميع في ذلة وخضوع لله الواحد القهار اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير فأنت نعم المولى ونعم النصير ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين تغفر الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنما يهدي الله فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدة أنت بتقولي؟ العمدة هو اللي قال لك كده؟ إيه يا ستة حفيزة قالي؟ وإنت عارفة بقى جنب العمدة بقى لما بيشيت ويتب الدماغه محدش يقدر يقف قدامه ويقولوا لأ طيب روح إنت محاضرة يا ستة حفيزة قال ستة فاطمة ستتها يا عتمان الخدامة بنت الخدامين بتعملها ست بتجيب لها الحرم اللي اختموها ماشي يا عتمان إنما خليت اللي ما يشتري يتفرج عليها مبقاش أنا حفيزة بنت بهاني بس ومت جيالك على طول يا فاطمة فاطمة؟ ستك فاطمة يا جزمة وبعدين إنت لما تتكلمي معايا تحطي عينك في الأرض ما تقميهاش فيي الدار زي الطينة عايزك تدخلي على قط النوم حتلاقي عندك غسيل تخسليه وتمرشيه كويس وتطلعي تنشريه في قصطوح بعد كده تروحي تملي الزر وتنظفيه وتخسليه وتملي القلل كمان وبعد كده تطلعي على الزريبة تنكتيها نكت وبعد ده كله تيجي تسأليني بقي أنا كنت ناسية إيه عشان أقولك تعمليه وحسك عينك عينك حسك تلتشي حاجة كده ولا كده ولا حتى تطمعي في حاجة ساعتها هقطع لك إيدك قطع يلا يا بيت امشي غوري من هنا ما تردي يا بنت الكلاب إنتي ولا قومك اضرابك بالجزمة على بقك عشان تعرفي تردي وتتكلمي إيه ما فاهمة يا فاطمة يا ستي فاطمة فاهمة فاهمة وبنتك الجربانة دي هتروح تلقاحيها في أي حتة عشان تعرفي تشتغلي بزمي ولو ما اشتغلتيش أنا حاومة وريكي الشغل إزاي؟ نعم علي مش فاهمة ايه يا فاهمة؟ فاهمة يا أهلاً وسهلاً يا أهلاً أهلاً يا أهلاً يا ستي فاهيمة إزيك يا فاطمة نحمده ونشكر فاطمة تفضلي يا ست والنبي دي خطوة عزيزة والنبي ومن نبى النبي نبي النور زاد نور أيوة يا أختي خديني بالكلام اللي هيش خديني ليه كده بس؟ إه هم؟ مش تيجي تسألي علي وتشوفني أخباري إيه؟ وإنتي عاملة إيه؟ عارفة يا بنت الكلاب إنتي لو وقعتي قولها من اللي في إيدك دول كسرتيهم لحاومة طيّن عشتك واكسرلك وسطك المحلول دي؟ جاتكوا البلاوي في أشكالكو الزفت بتسأليني يا أختي على أخباري؟ لا إنتي لو لفتي بس لفة في البلد كده حتعرفي أخباري كله؟ هي البلد ليها سيرة اللي سرتي؟ فاطمة عملت، فاطمة سوت، فاطمة نيلت إيه في أيامها السودة؟ بلا خيبة قهوة النبي يا فاطمة، دا إنتي شايلة بقى من الأهل البلد وينسها ليه كده بس يا فاطمة؟ حيكون ليه يعني يا ستة فهيمة؟ ما إنتي الشايفة اللي بيحصل ولا إيه؟ شايفة اللي بيحصل إلا قوليلي، إنتي بتعملي كده ليه مع البتة حمدية؟ عشان ظلمتني بصراحة، هي بيت تساوي وعملها سود ظلمتني وقالت علي كلام ما ينقال مع أني والله هالعظيم تلادي، كنت بعملها زي أختي واكتر وعمري ما دستلها على طرف أنت نوي على إيه كده بصراحة يا فاطمة؟ نوي أخد حقي هاخد حقي وبس نفسي الناس دول يعرفوا حاجة واحدة إن الدنيا دوارة واللي النهاردة بيتبهدل ويدسع له بالجزم ممكن بكرة يبقى عالي وفوق ويدس على كل اللي ظلموه بأوسخ جزمة في رجله بس هو ده اللي أنا عايز أعلمه له بس ياكش هم يفهموا اوعي يا بيت يا فاطمة النار اللي أنت عايزة تقديها يا بيت تحرقك شوف يا بيت يا حنان، أنا خلاص جهزت الدار من مجميعه أنت بس هتقولي آه وأني والدار هنبقى ملكة إداك خلاص؟ يبقى تروح لست راوية تقول ليه؟ ده دي؟ هماني أخطبك من راوية ولا آه؟ إيوا يا أخوية تخطبني من ست راوية؟ إيوا يا ست راوية اللي هتعمل لي وزن وتمن وياك يا حسان يا بيت وزنك وتمنك فقراسي، أنت التقلي بالدهب بس أنا مش هروح أخطبك من راوية ماليش دعوة بعني قلت اللي عندي وخلاص طب استني بس أما قولي إيه دي؟ إيه وعا ايدك يا حسان يا بيت تبتت مسكتي جدا قضب الناس عين يا عينك؟ يا بيت هقول لك إيوا يا أخوي فرد حد شفنا يقول علينا إيه؟ يا بيت هقول لك يا دي النالة يا دي النالة إيوا يا أخوي إيه دي؟ اتبطي طيب خلاص تهمتين في قضية؟ ناس إيه اللي شايفاني؟ إيه والناس ماشي يا جاية هي؟ دي حمار ماشي لوحده خلاص هروح للست راوية عشان خطرك انتي بس إيه؟ إيوا يا دي يا لهوي يا لهوي الحقوق عليك يا لهوي يا بيت تعالي يا دي النالة يا لهوي بعالي عليك يا حسان انت إيه؟ انت إيدك ديه إيه من زبي؟ جراه يا ولية اللي تنشك في إيدك إنتي إن شاء الله تنشلي يا رب وإن قطع حسك من الدنيا إحنا عنفضل ياختي كل داعة دي في حكتة الصغيرة دي ما تنجزي نفسك وتشاهلي كده أهلا يا حفيزي اسمها هي ستة حفيزي تعالي يا بيتك نوسي الوساخة اللي تحت الولية الوعفة دي هو أنت مين يا أختي اللي ستتك إن شاء الله؟ أنا مش حرد عليك دلوقت لكن قول لي يا فهيم أنت إيه اللي جايبك هنا يا أختي؟ إيه اللي جابني هنا؟ أنا روح وأجي زي ما أنا عايزة ولا عايزاني أخي أخذ الإذن منك أيوة قوليلي قوليلي أنتوا عاملين ربطية علي هنا ربطية؟ ربطية على مين يا ولية يا خرفانة أنت؟ روحي يلا إنجري أعمل لنا كوبايتين الشاي اللي قلتلك عليهم يا ولية أنت أحملك شاي؟ أنا بقولك إنجري روحي وعلى الله تيجي في إيدك كوباية تالتي حخلي يومك يوم قصود من أيل بستين نيلي أنت فهمة ولا لا؟ كوبايتين اتنين كوباية لستك فاطمة وكوباية لستك فهيمة أنت سمع ولا لا؟ الولية دي ملهاش زاد في الدار دي تطلع يا بيتي يا حمدية على دار العمد واللي يقولك تروحي ولا تيجي؟ ما تسمعلوش كلمة طب خليها بس كده تجرب وتعتب عدمت الدار دي وديني وما أعبد ليكون آخر يوم في أيامها اللي بطلع لها حفيزة دي أنت مسمعتش أنه قلت إي يا ولية؟ ما تتجري تروحي على هناك والنعمة سمعاكي إنما أنت سمعاهي تروحي تعملي كوبايتين الشاي زي ما قلتلك أحسن لك أنت بتدخليلي في الدرعين دي وكاد يا فاطمة أنت من أنت عشان أدخلك في دور عنده ولا كاد؟ أنت هتعملي علينا واحدة يا ولية يا خرفانة أنت أنت الظهر إنو نقصك ربايي؟ وأنا اللي عربك من أول بانتين يا بنتين يا قسسن الكلبي إنتي أنا! لأي ازدك يا جزمة يلا يوشك جزمة دي أنا حفيزة لكلامة أمك الحال الحالي وكي ماحدش هيجيتك من إيدي يا ولية يا خرفانة أنا خرفانة يا بنتي الكلبي يا جزمة ودي اللي ما اعبد كلمة كمان تشتميني بها لكون اتعالق لسانك من لغليهو ما تقولتش يا فاطمة خلاص بقى يا لهو الحقونا يا نال الحقونا يا جيزب جيزب دولي حمار ما تعيشت اللي جابوكي يا بنت الكلب يا بنت الكلب اخرصي يا وليا يا خرفاني الحاني يا عثمان حتبوتني يا عثمان الحاني حافظها حتنوتني يا هاتبوتك ده انتشل لرجبة قولي يا وليا يا بنت الكلب من الاخودي بنتك الجربرة معاكي قولوا بعض عارفة يا حافظة عارفة انا حخلي ايامك كلها سودة بحق الظل اللي زلتي هولي وديني وما عبد وشعري ده ما يبقى عرامرة لو ما خلتك تدوري وتلف في البلد كله وتقولي حقي فرقابتي زي المجازين وديني وما عبد ما حسيبك يا حافظ اه الحوالي خضولي يا ناس اتنى يا عثمان حافظة حتنوتني بس لو عرف بس اقل مزعلك اوي كده انا مش زعلان تي كل ساعة التانية هتسأليني السؤال دي لا زعلان يا ابو العيلة وانا عارفة انك زعلان خلاص يا سدي اني زعلان زعلان من نفسي ممكن تسيبيني شوي طب لازميته ايه بس الهمة والنكت ده ده انا خلاص بعد تتفت مع المقزون بجد يا روي والنبي ومقم الساعة ايو يا ابو العيلة خلاص هنتجاوز بيت يا حنان نعم روحي يا بيت اخد العيال غديهم وحميهم وبعد كده تنزلي ع السوق وتشتري لهم هدمتين جداد خليهم كده يفرحوا ويزقطاتهم عيني ايه ده ده كده ده كده يا بيت تسقط يلا ينحب يلا يشتري نفسي بديت يلا امسك يا ابو العيلة ايه ده اقول امسك بس لا انا مش مسيك حاجة اللي ما اعرف ده اللي ايه عايزك تنزل تشتري جلبيتين جداد وتشتري كمان لا سحرية وتروح للمزاين لا ده المزاين هو اللي يجيلك عايزك كده تتوضب وتفرح تنتعريس والليلة لنتك امسك بقى امسك ماشي بس اللي اقوله شرط اخره نور ماشي انا اغل الفلوس دي وعليها الفلوس اللي انتبعدتها حنان تشتري اللي يهدوم لولاد وكل الفلوس اللي انتعطيها هملي من قبل كده كلتها دين علي سلف ودين يا راوي ماشي بس انت منتهي ايوه هي روح انت بقى وضب نفسك يلا يلا يا راجل ماشي اني من بكرة شد مكتوب للأوقات في بعطولنا شيخ غيره ايوه ما ليه هي خلاص الحكاة بقت مشاع كل واحد صلاله ركعتين والله حافظ له كلمتين يعمل لي شيخ والله عندك حق يا عمد اني غلطان ان انا ما عملتش حساب اليوم ده من الاول ماني قلتلك من زماني حكماء فاني سفيه هاني اني سفيه ماشي يا شيخ محروق اما وريتك عايزني اقولك ايه يا عمد اقولك ايه واني شايفك عملت لوم في نفسك وتقتت فيه اقولك يا عمد ما هو انت اللي قوت شوقت والغاية ما رفع شوقت دي في وشك ولا فكرك بالاني قلت اقولك زمان يا عتمان لما قلتلك ما تمكنوش من المنبر ولا انه يخطب في الناس وايه اللي حيقلبهم عليك اقولك ايه ولا ايه ولا ايه حصل ايه وصل عدم المؤاخذة يعني الستة حفاثة حابت تزيل البيت فاقية الستة فطنة وتجيب مراخيرها الارض اوم الستة فطنة هي اللي جابت مراخير الستة حفاثة الارض قامت الستة حفاثة جابت مراخيرها من على الارض وراحت بيها لأخوها السيد وأخوها السيد حكم رأيه يحشر رخر مراخيره في الموضوع وعاوزين حاضرتك تتدخل وتحشر مراخيرك رخر في الموضوع ايه الرشح ده كله إيه دي؟ أخبارك زي الزفت؟ بقولك إيه؟ روح دور عليها في حيطة تاني طيب أروح أدور فاني يعني؟ شوفني عند زينات الحلاة ما لقيتنيش هناك هتلاقييني هنا حاضر يلا ما تهمي بقى أنت التاني تخلص التحواجة دي عشان نكتب الجواب خنس أي روح عملي قوي يا بتي حنان يا أهلا يا حضرة المأمور خطو عزيزة اتفا يا أهلا وسهلا تيه؟ بس تينا خانس ما عاش اللي ينسك يا باشا أصلا أنا سمعت كلام كده فول تاجي إيه؟ أتأكد بنفسي خير إن شاء الله سمعت إيه؟ سمعت أنك هتتجوز الوقت اللي فلاحة تلفان ده اللي اسمه أبو العلم أيها هتجوزه ودخلتي اللي والله عملت طيب صدق أنا كنت حقول لك إنتي لازم تتجوز عشان ما فيش حد يتكلم عليكي وانت اخترت صحة وأبو العلم برضو في قدينا لو أنت تقصد إيه يا ساعات تلبيشة؟ أقصد إنتي فيمتيه بالظبط لأ حيلك حيلك التلبيخ اللي أنت بتلبخه ده يا راجب إيه فيه إيه مالي؟ ما تحترم حرمة البيت اللي أنت فيه يا راجب وبعدين لما أخذة بقى راجل البيت يا أخويا مش موجود لما يبقى ييجي ابقى تعالي ويريت ما تجيش خالص الكلام ده ليه يا أنا؟ لو أنت شايف حد تاني ما تبجع غيرك؟ أه أنت واضح بقى أنك إنتي ما تعرفيش أنا ممكن أعمليه على فكرة لا خد بلك بقى يا مأمور البلد أنا يا أخويا غير كل البلد أنا راوية راوية اللي تعرف كويس قوي البلد دي يا أخويا ماشي أزاي وتعرف كويس قوي قبل ما تخطي خطوة رجلها رايحة فين وجاية منين؟ وعا تكون يا أخويا فاكر أن إنت اللي ما تيجي تهددني وتحمرلي عينيك هخاف وكيش يا أختي يامي 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 تفضل تفضلت لعبرة تفضلت لعبرة مين دا يا راوية؟ دا الزفت ومأمور المركز أنا عرفاه أنا شفته قبل كده أنا متأكدة واسمه إي حضرة البيل مأمور الأمور دا بلحاني يامي بلحاني يامي إيه في إيه مالك؟ أنا يا عمدة كرامتي يا عمدة اتمر ماتت واتمر ماتت وانت آخر إيه أنا؟ إيه من مين؟ من حافيزة ومال حيكون يعني من مين؟ جات لي الحد ضري يا حضرة العمدة وراحت مسكة مدسه وبيدياني بيها على دماغي وصدخة دماتي الله هيجيلك طعون يكون ذكر يا حافيزة بقولك إيه يا عمدة يا مين بالله تلاتة إن ما جبت لي حقي منها تلت وامتلت لأكون مولعة في نفسي يوم أمسي دي السايح أولع في نفسي يا عمدة وملكش عندي جواز شوف يا عمدة شوف عمله دي في بوقي يا عمدة شوف إيه وانا دي عدتني في رجلي كمان طب بص رجلي بص عدتني إزاي؟ أسيا بنت اختشي عطي بقولك إيه يا عمدة الستة دي لازم تفهم إنني كرامتي من كرامتك إيه وما ليه إلهي انتقم منك يا حافيزة دي لا نافع معها دعا ولا عدية اليسين حتى بقولك إيه يا عمدة إتي كد عايزة تخرق لي عيني حتى أشوف والله العظيم كد عايزة تخرق لي عيني عايزاني أعيش عهوري عشان إنت تروح يا عمدة تدور لك على عروسة تانية إلهي يجيلك هم في قلبك يا حافيزة تقولي آية قلبي يقوم كبدك يقع تقولي آية كبدي مصارينك تتبادل تقولي آية مصارينك أنا هجيبلك حق أيوة إزاي؟ هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ هكمل دعا لما مصارينك تقع مني هو دي اللي إنت قدرت عليه؟ أنا كنت عارفي أنا كنت عارفي إن إنت عتخاف منها يا عمدة وهتجيب ورق أنا كنت عارفي أنا كنت عارفي إن كنت كفت ما كنت كفت بساني بقى مش هتجوز راجل بيخاف من مراته يا عمدة أخاف إيه؟ هي صحيح تخاف بساني ما بخافش لا 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 يا سبحان الله الكلام دي عيب يا ستفاك بقولك يا يا شيخ مبروك عندك كلمة كويسة أقولها ما عندكش يبقى تسكت خالص إنت لازم أن تجيب الست دي قدامك وتعرفها إن مقامي من مقامك وإن كرمتي من كرمتك يا عمدة أيو أيو أنا فاطمة العمدة فيه إنت التاني؟ السيد لساها قاعد في الضوار وقايد الدين يا نعم طب روح إنت أنا جاي وراك أيو 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 وأقولوا لي كده بقى بقى السيد رايح علشان يجيب حق أخته وأني أنا فاطمة الغلباني اللي لليها لأب ولا عم ولا أخ حتى ياخد لها حق إيه وينصفها عالي ظلام إيه مفيش حد ييجي يتكلم مع العم ولا يقوله حاجة قصبي الله ونعم الواجل يا رجل إمي يا أولا أنت رغايك ده ليه اللي اللي قلت يا فاطمة خلاص ربنا نصفك بجوازة العمدة يا فاطمة اللي حيعملك إيمة واستمخال منك لله يا حافيزي لقيت نشك في إيدك يا حافيزي قصبي الله ونعم الواجل فيك يا حافيزي أنت بتبص لي كده ليه يا راجل إنت أنت بتبص بص ليه يا شيخ مبروك تبوتيني ومعابد ليكون قيلة للأم دي يا حضرة الأم دي الحقني الحقناني يا حضرة الأم يا خرب بيتك يا حضرة الأم من غير كلامه ولا حديد يا عتمان البيت دي لازم تتخب النار علشان ما سمحش حسيها في البلد بعد كده تخب النار إيه يا سايح؟ هي فرخة هي كلمة واحدة يتقدبها وتجي تحب على رجل ستها حافيزة وتخليها تحت رجلها تخدمها بالأمر يا من هتصرف معها بعرفتي؟ وانت إيه اللي ودك هناك من أصله؟ يعني بعد كل دي؟ أنا اللي غلطاني؟ سيبيني يا حافيزة شوية أنا والسيد عايز أخد ودي معها في الكلام مش سايبك يا عتمان هاي؟ شايف يا سيد؟ خلاص يا حافيزة روح أنت الوقت روحي اسمع بقى يا سيد فاطمة دي محدش يواب نحيته أنا بقولك هاوه تزودتها قوي يا عتمان والظاهر نسيت من حافيزة ومن إخوتها وممكن يعملوا إيه؟ صحيح طيب قولي يا سيد إيه أخبار ترى بالحشيش اللي في مغزن العلف؟ تفاكرني مش عارف حاجة؟ ولا فاكرني فاهم إن شوية البهام اللي بتروح تبيعهم آخر كل مسم في السوق هم دول اللي مخلينك صاحب أرض وفددين من الشرق للغرب أنا مش أهبة يا سيد بس برضو أنا صاحب صاحبي وحبيب حبايبي أنت بتهددني يا عتمان؟ إيه إيه؟ ما أنت لسه مهددنا هو؟ شفت بقى إزاي الرجل يتقهر لما يلاقي حد بيهدده وبصغره؟ اسمع يا سيد أنا وإنت صاحب من زمان واللي بنا كتير قوي ومش هنخسر كل ده ونرميه عشان أخطأ غيرانا من حتة بيتة هتجوزها ليلة وتسعة تشهر طبع الحريم بقى يا عتمان قريك قلتها طبع الحريم وأني وإنت بقى مش حريم نتكلم بقى كلام رجالة اسمع يا سيد سيبني أني أراعش أم بيتي وأتصرف مع حريمي زي ماني سايبت تراعي بقى شؤون المخدرات والسلاح والإجرام اللي إنت فيه دي أنا ما بتدخلش داني عملا حاجة عليك وأحمي ظهرك وأضلل عليك وأنت مش عارف داني حتى يا راجل خايف أقول لك خد بالك يا سيد لتقول عتمان عايز يفهمني أنه عارف كل حاجة ومسك علي يا زيلي اسمع يا سيد أنا وإنت صحاب من زمان واختك دي لو كانت عقله ما كانتش راح تقلت قيمتها أناك بالشكل دي ومن الآخر كده يا سيد أنا حاولها لك أنا حتجوز فاطمة يعني حتجوز فاطمة هتبقى دي مراطي ودي مراطي بس طبعا حافيزها تعلق وتغلق اعملي شاية ستة الستات شاية ستة حافيزة اعملي الشاي لسيد الرجالة معemitism زينب زينب اهلا يا محمد زينب وحشت أمكやって وانت كمان يا محمد وأحشتني كمان محسوني يا أمي انت كمان يا حبيبتي أمك تعال تعالي داني عاملة بليلة تستاهل فمك تعال أعوضوا يا عيال شوف يا محمد شوف البليلة حلوة إزاي بسم الله يلا بسم الله حلوة يلا زنوبة أروب يلا يا حبيبتي حلوة شوف يا محبيبتي أوهي زينك ما تكونش بتاكل بتاكل يا بيت مش عاكب يا بيتو انت بتاكل ولا لا يا محمد بتاكل؟ مش عاكب يا حبيبتي خل يا أمي أشوف أك يا حبيبتي مش عاكبك يا بيت مطح ما يسري ينري يا مش عاكبات البليلة ولا إيه يا واجب اللي اللي تحقي الممي اللي تحقي الممي هيا ما ؟ موسيقى قلبية ديه صفة إنجليزة مش كده يا قلعيلة موسيقى واني طول عملي بقول الصفة الإنجليزة ديه لا يهلا عليه موسيقى حلو عليك موسيقى ساكفظني موسيقى 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 خلص يا ابو ليلة احنا ببقيناش لبعض لا انت ليه ولا انا ليك روح لروي ايو يا معياني معناش لبعض كيف نقول غز معناش لبعض حساب ده اسيم اللي معاه والاديهم طايلة ومستحكمين فاكره حكوة الانالب والفيل يا فاطني الكلام ما هاتش منه فايد يا ابو العلي ايو صحي الكلام ما هاتش منه فايد ولا البوكي بس العمل بيجي بنتيجي واعكي تنسي اللي حصل لنا دي يا فاطني واني هارف انه واجهك الواعكي تدوي الواقع دي وخلي نروا ايدي داري يعاني الناس ايوي بس خليها ايدي لحتى مخبطرني وحياة كل دي حكي صافية وفرحاني كانت في دارني وكل ساعة رضي قدناها واستعيالني ما نسيب عتماء ولا اهل الكفر دي هي لما اخد حقي وحقك وزيادة تلفرقونا عن بعض هتفوكي مني بس يا ولالي بس الفايل اللي فيه ما تزوج شامس زوج شام يا موسيق انتي مش عارفة انتي وعشاني ايدي كفاية يا ولالي كفاية كفاية من ايسيئك ابو الحالي ابو الحالي مالك يا بيت مساهمة كده ليه؟ قلّا قوليلي يا أمّا أنا.. أنا يعني عايزة أسألك سؤال كده بس.. بس وحيات النبي ما تغضب علي أني عمري ما غضب منك ولا عليك يا منار ها.. قولي كنت عايزة تسألي في آي طب يعني يا أمّا أنت يعني قبل ما تتجوز أبويا يعني ما استلطفتيش حد كده ولا بسيتيش لحد أبدا وإيه يا بيت اللي خلاك تسألي السؤال ده دي دلوقتي؟ ما عرفش يوم أو سؤال خطر على بالي وخلاص شوفي عين أمك أنا وأنا صغيرة قدّي كده كنت أبص الرحي في المراية وأشوف نفسي حلوة وعايقة أقول لا يمكن أبداً أتجوز حد من الكافر دي أنا عايزة أود من البندر بيلبس بانطلون وزكيت دي يخدني معاه مصر أشوف هناك الخير والعزة اللي باسمع عنه لحد ما تجوزت أبوكي وكل اللي كنت بأحلم به دي راح ومعد ليش غير الكافر وبقى هو كل إسمتي وعشتي ولما موت إن شاء الله عندي فن فيه ما عد الشر عليك إياما؟ إنما لما جيت إنت يا نور عيني حسيت إن أنا مش عايزة من الدنيا دي أياتو حاجي غير إنك تبقي قدام عيني كده على طول مبسوطة وفرحانة أنا حبيت أبوكي يا منارة عشان كان حنين وبيخاف علي وبيعمل كل اللي بيقدر علي عشان أحبه موسيقى 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 يعني اتأخرت يا أبو العلا معقولة يعني كل ده بتشوف العيال لأمهم؟ ولا أنت يا أبو العلا اللي بتشوفوا أمهم على حس العيال؟ معلش؟ معلش يا أبو العلا؟ أنا شاطرتي بقى أني نستهلك خالص فاطمة دي لا تفتكرها ولا تفكر فيها بس افتكرت وافتكرت حكايته السودا هو مين ده يا ستة منتعة؟ وقال عامل عليك وباشا ومأمور المأمور؟ لا احكيلي احكيلي لا يا حبيبتي دي حكاية عايزالها قاعدة نحكي فيها كده ونمخمخ نمخمخ طب ومال نحنا كده كده عاديين من ثانية المأزون احكي دي فتحده دي يا حبيبتي ما تتنسيش ده بسببها تنقل من الحلمية والقاهرة كلها بس رحل فين أنا ما كنتش عارفة وقديني يا حبيبتي عرفت؟ هو صح يعني شكله تغير حبتين؟ إنما أنا عرفته وتحققت منه آه؟ إلا أقولي لي بقى هو صحيح مراته كانت مرفق الرجل الكبير ولا لا نجيب بقى يا حبيبتي المقطوع من الأول الرجل ده بقى اسمه خليد الكاشف عرفاه ها جربوع أصلا ده لا عيلة ولا أصل ولا فصل يشرف وهب بقى أوام أوام بقى زابط في الدخلية ها مسك بقى في شرطة الحلمي وانتي عارفة بقى الحلمي؟ سكن البشوات والبهوات وقبل ما هيجان الثورة يهدى كان فيه هناك زابط كبير في الدخلية اسمه سليمان بشا مذكور الرجل ده بقى كان واصل وإيده طيلة وكان بقشرة من صبعه الصغير كده يشيل ده ويرفد ده ويسجن ده ويعين ده ها وبعدين احكي الرجل الكبير ده بقى كل شوية كان يخلي حد من اللي بيشتغلوا عنده يتجوز له واحدة كده يكون شافها وحليت في عناه جرب اللي بيه المأمور بقى بتاعكو ده واحد من العرسان دول يا حلوتو يا جمالو مش يتنيل بقى على خبة أهله ويرضب اللي بيرمهوله الرجل الكبير لأ ده حاب بيعمل فيها عريس ورحل العروسة من ورا الراجل وعاديكي بقى على اللي حصله اتماسح بكرامته الأرض كان هيتشل ويترفد ويسجن ويتلفق له تهمة من دول اللي بيود ورا الشمس أمسق بقى عليه أم تلاقي لها إلا الله وعشان الوسائط واللي تشفعوا له وحبوا يلموا الموضوع ونقالوه مكان بعيد ولفين المكان ده ما كنتش عارفة وقتيني يا حبيبتي عارفت طب قوليلي تاني كده اسم الرجل الكبير اللي عمل فيه كل ده مانا قلتلك يا حبيبتي بس انتي قوليلي عايزة تعرفي ليه اسمه يعني أهو من باب المعرف اسمه سليمان بشا مذكور بشت ايه يا ستة مونتاة مالبشا واترحت عليها خلاص ده انتي غالبانة قوي يا حبيبتي البشا باشا والبيه بيه والغلبة غلبة واللي ماما الماما طول ما احنا عايشين في البلد دي لكن انتي قوليلي وكان عايز منك الجناب المأمور بتاعكو ده بس خالد ده واكل البلد كلها في عبه وعايزي أكلني معايا طمعان فيه وما طنيش بس ايه قدت حمل وميري وملكي برافو عليك يا بيت تربيتي انتي حتقوليلي بني وبينك انا كنت قلقانة انا قاها ببيت فيه عشان حسسه ان انا مش هممني بس من جواي اختي كنت مرعوبة ما تخفيش يا بيت لو الراجل اللي انا بقولك عنه ده انبسط محدش هيقدر يزعلك ولا يدسلك على طرف ده انتي لو عايزاه يقلب البلد كده عليها واطيها هيعمل كده لا العمدة ولا المأمور بذات نفسه يقدر يعملك حاجة ده راجل واصل وإيده طيلا بس هو يردى عننا وينبسط المأزون ويسل لسة العراس طب يجري احنان روح يشوفي ابو العيلة اوامي اختي من جنب صاحباتك قوليني المأزونجة يلا بسرعة يا بيت حاضر بتحبيه يا خيبة ايوه بقى حيبة وبحبه اوي كمان مع السلام يا فاطني بقى خلينا شوفك يا ابو العيلة اني مقدرش مشوفكيش لانك اتعاني تنامي وينطفي نظارك بقى تشرحانك يا اخوي ان شاء الله ليكرهك يا رب اوافع عليكم اهلا يا حنان اني قلت اجت عشى معاك ونقض نحك شوية كده ازاك يا سابو العيلة ازاك يا حنان بنت حلاش والله كتي لسه على بالي خلاص يا ابو العيلة خلي العيل معاي واني حبعتهم لك مع حنام يلا يا ابو العيلة يلا قديحة وجعتها من كتر الزاخت يلا يا اخوي ازاك يا فاطن ازاك يا فاطن يلا يا حنان اي صحيح روية بعادت تجبيه مقزون داني عملى فتاً لما ايتك ليس اوباك وراها ارودي عليها حنان ايو اني سايبها في البيت يعني خلاص ابو العلح يكتب على رويه واني حتجوز واحد تاني وتصلي عن نبي موليا فاطمة يعني انت ولا هو كنت هتعمله ايه قدي الله ودي حكمته ويا اي حكمته في كتاي حنان ايه حكمته ان العيلين دول يتشردوا بن ابوهم واموهم ايه حكمته ان اتطلق من الرجل اللي ماليش غيره ظلمه وغصبانية واني اتجوز واحد تاني اللي عنده رحمة ولا عنده قلب ايه حكمته ان ابو العيلة يتجوز رويه ها ما كانش حتى يحلم يلمس اديحة ساعة سلام ايه حكمته في كده يا حنان ردي علي ايه حكمته في كده ايه وعي الكلامك يا بيت تدي هتكفري ولا ايه مستخفر لها العظيم يا راب اني خلاصي حنان عقلي حيشد مني كل ما اقول لنفسي ايه دي يا فاطمة مسك نفسك يا بيت لقيني بقيت نار زيادة وزيادة وببقى عايزة انحش عدمان وحفيزة والمأمور وراوية وكلهم بسناني اكل انت عمرك ما كنت كيادة ولا غلوية يا فاطمة بقيت يا حنان بقيت كده غلاص لاني كان قلبي بيتقطع لما كنت بسمع ان حد من اهل البلد عنده وجيعي ولا عنده مصيبة دلوقتي بقيت بفرح ايه والله لما بسمع ان حد عقده مصيبة بفرح وبقول يا رب زيته كمان وكمان بشمت فين حنان بقيت بشمت في كل اهل الكفر لأ هو بس يعني تلاقيكي تلاقيني ايه اني ما بقيت شاني اني بقيت واحدة تانية خالص اني خايفة قوي يا حنان اني خايفة من نفسي قوي ما عرفي يا حنان يوم ما رحت اضربت حنبية وصدت باب بيتها وقدام اهل البلد كلهم انا كنت فرحان والله العزيم كنت فرحاني وكنت بتنطط من الفرح وكان نفسي اتفف وشوش اهل البلد كلهم اللي واقفين يتفرجوا عليهم وزلهم زي ما زلت هو ايش طانيك غلبك يا فاطمة وهو لسا مغلبنيش يا حنان لسا مغلبنيش ايوا ساعدتك ايوا قاني بقول لي ساعدتك احنا عايزين شيخ من الازهر بالحق وحقيقي يعني يكون راجل متعلم كده ومتنور يريحنا من راجل النص كم ديه ديه بيقعد يقول كلام ما تفهمش هو بيتكلم غلط ولا بيقول كلام الصحة اصلا ومدخلت ديه في كل حاج ايوا ساعدتك انا انا خايف من كده والله ما احنا في ايام ما يعلم بيها الله ربنا شوف انا بقى خايف كلمة التنطر كده ولا كده من الكلام اللي بيقوله ديه توصل بتوع مجلس الثورة يطربعوا البلد فقدمعنا كلنا ايوا الله ينور على ساعدتك والله هو بس ييجي واحنا نشوف كل طلباته هنشيله على كفوف الراح ايوا ما ده هيجي علمنا وينورنا ايوا بس في اسرع وقت شكرين ساعدتك ربنا خليك لين في حفظ الله يبقى يواريني بقى الشيخ محروق ديه ازاي بقى لا بيخاف من العم ديه ولا معمور مش الله يعني اللي شوفك كده يديك عشرين سنة طب روح يلا انجره انده لاخوك علوان علوان حاضر ودي حسان 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 ده ايه انا لما قولك انجره وروح انده لاخوك علوان يبقى تفك رجلك اللي عايزة اقطعها دي وتروح تنده لاخوك بلا خلاص ما عبلش كلمة ولا ايما عندك ازاي بقى يا خال انت كلامك على راسي من فوق وانت عارف بس اصلي اصلي ايه انا عايز افه انت ليه مش عايز تنادي على اخوك انت مش عارف هو عامل معايا ايه اه بس عارف كويس قوي عميلك واصلك وفاصلك يا خالي كويس ان انت جيت انا كنت هجيلك عشان اشتكيلك منه اوعد يالا اوعد يالا لا يا خايب يا خايب تتهم اخوك بانه سرق دهب مراتك تقوي حافيظة على اخوك شيئك يا عايب يا ناقص يعني صح برضو ان علوان اسكت يالا ما تكملش اسكت اسكت ما تفورش دمي وإلا هحط العصاية دي في كرشك مش هتقرق خالص يالا انت محدش حيبقالك غير اخوك شيئك يالا يالا انت عايز يهم البلد دي ولا البلد دي عايزة منك ايه البلد دي كلها لو قالت على اخوك انه حرامي المفروض انك تقول لا اه افضل يا بالحاج روح يا عالا روح نادي على سيدك علوان وقول له خالك عايزك في بتاخوك من عنايا يا بالحاج انا هروح اقول لسيعلوان ان اخوك العوم ده عاوزك في دار خالك ده ايه النباهة دي يا فرحتي يا فرحتي بغافرك الله يرضى عليك يا بالحاج انا كده فعلا كل اللي يشوفني يعجم بي يعجم؟ طب غوربة ده المقامة عجيمك امشي عاطم مش اكرك كده مش عاجبك كلام يا عاتمان اقول لك ايه بس يا خال انت على طول كده بتصدقوا علوان وبتكدبوني من واحنا صغيرين طب والله يا عزيمة يا وات بطل حلفان يا عاتمان بطل حلفان نار جهنم تشيل زيك مليون عايزك تيهده كده وتعقل وتتقل لا انت على طول كده ظلمني يا خال على طول الخط طب وحيات النعمة طب وحيات النعمة لا تسيح زي البن دوت فنار جهنم يا عاتمان يا وات يا عاتمان ده اللي بيأكل حق غيره بتبقى نار ايده في جوفه يوم القيامة وعذب ربنا قليم احنا خايفين عليك كلنا ايو 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 باية الحكاية كده لا انا مجالش حق حد يا خال ايه 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 ضمال خلينا نعرف نتكلم لا الا الحرام انا مجالش حق حد وما حدش هيخبر حاج كانوا بيقولوا ايه يا حسان ما تعرفش؟ ايه؟ يعني هعرف منين بردك يا سعلوان انا اصلي اصلي زي ما تقول كده كنت واقف بعيد حدبتين فيعني ما سمعتهمش خالص خالص وهم بيقولوا ان العمدي لطش الورث بتاعك ايه؟ وانك انت لك حق في الورث وبردك زي ما تقول كده حسهم كان واطي 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 وبردك مخدتش بالي من العمدي وهو بيحلف انك لما تشوف حلمة ودنك مش هتطول قشاي وانك انت اللي طبعا في املكه دي كله اللي هو عملها بعرق جبينه ده كمان بيمطل مع خلك يا علوان اللي يكذب على اللي خلقه يكذب ويمطل على اي حد بقى فهيمي حزبين الله واليعمى الوكيل يلا يا حسان قوم يلا يلا بيه؟ يلا سعلوان بقولك ايه يا ستة فهيمي الله يرضى عليك ما تخليش سعلوان يقعد يقولي العمدة كان بيقول ايه وما بيقولش ايه وابصر ايه وما ادرك ايه ما يصحش كده له فاكر انني حقوله ان العمدة حلف بكل الايمانات انه لو اتنطط طنطيت كده مش حيتلقى الشاي ولا حتة عتبايا من البيت ولا حتى شبر من الارض ايه يا امال ايه؟ اني مش معقول هقعد اتلصص وتجسس على العمدة في كل وقت قوله الله كده ماشي يا حسان انت اللي عندك الحق والمستحق يا رب ايه يلا طلعي يا بيت واخدي الباب في دك وانتي خارك خدي يا بولعيلة كل يا حبيبي شبعي ملك يا أبو العيلة، أنت مش مبسوط ولا إيه راجل؟ مش مبسوط الزيائي، الكلام دي يا ستراويه ستراويه؟ ده أنت اللي سيدي وتجراسي بس يا أبو العيلة، أنت خلاص يا أخي بقيت راجل، وأنا وإنت بقينا واحد يعني اللي تشاور عليه كده تنول ومن غير أي كلمة إن شاء الله حتى يا أخي تطلب لبانا لأصفور ده أنت ما تعرفش غلاوتك عندي أدي يا أبو العيلة وإنت كمان يا روية غلاوتك عندي ملغاش وصف ولا حبيوت أنت زي ما بيقولوا كده؟ طوق النجاة طوق النجاة؟ يوم مال الأشياء اللي بتنجل غريب حكيماني كنت غرقين، غرقين خالص ألف بعد الشر عليك يا حبيبي من الغرق، إن شاء الله يا أخي اللي بيكرهوك بتعرف يا أبو العيلة؟ أنا ليلة مبارح أول مرة في حياتي أحسي نتجوز آه، أنا النهاردة عروس، ودي صباح حياتي اللي كنت بأحلم بها من زمان، منونا صغيرة أنا بحبك قوي يا أبو العيلة، أكتر من أي حاجة في الدنيا فيه إيه يا راك؟ ما تقول أي حاجة حلو؟ أقول إيه يعني؟ هو فيه كلام ينحكي ولا ينريب؟ بعد اللي أنت قلت إيه دي؟ يا أخويا أقول أي حاجة؟ هو أنت يعني، ما كنتش بتقول كلمة كده ولا كده لفاطمة؟ هااااا فطني خلاص كل حيرح لحاله موال وقفلني سمع بقى خير علوان ملوش حاجة عندي وانا بقول قدامه هو وقعلم افخله واركبه وبقول كمان لو حد هوب من قصبة في ارضي انا حتخه بالنار هو ايه عايزين تتلوني حي ولا ايه اللي بتقوله دا يا ولد انت تجننت اسمع بقى يا خال انت من ساعة ما جيت واني عمالة اسمعلك وانت الصراحة بتقول كلامنا يودي ولا يجيب واني فهمته ان انت متبخه وارك وهي علوان وهو لعب في دماغك حانش لما يأكل جسمك ما يخلي فيك نسير ايه وسخ انا متبخه معا وك العقلي طب اسمع بقى يا عثمان علوان حياخد حقه هذا وإلا والله يمين على يمينك ما هو واحد مني مليه ما احمر الموضوع دي يعني خلصتي منه خالص وقفلته من زمان وشيب بقى انت وراك ايه عشان اني مش فاضي الصراحة انت بتكرشني من دارك يا عثمان يعني حاجة زي كده افهمها زي ما انت عايز اخصى عليك يا ناقص وانت يا علوان احمد ربنا وبوس ايدك وش وقافة ان انا مبلغتش عنك المركزين انت وامراتك في اللي انتو لهفتو وعملت برضو حساب للأخوة والأخوية ياخد حق ايه اشويه على مرح هدية لحد ما لحموا يزنهروا قدامي يا عمدة البلد سمعت ايه شفت ايه طبعا سمعت وشفت ايه ايوي عشان تعرف ان انا عندي حق انا عندي حق ولا لا انا عندي حق ايوه تقولي لا انا عندي حق في كل انه قلته ويا ما قلتلك لازم اجيب حتة عيل عشان اللي بيحصل ده ايوه حصل ايوه من قبل ما اجيب الوقت انا قلتلك لازم اجيب الوقت ليه يا وليكي انت مش فهم حاج هتسيبيني لما تشوي بيقولي هشوفك لما تزنهر هتشوفه يا ظنهر يا اخوية قلت ايه هنزنهر يا حافظ هنزنهر انا وانتي يا اخوية انت اللي هتظهر لوحدك انت اخوات فبعد وانتو حريفة بعض وهدي نفسك كده هيجرالك حاج هدي ايه بيقولي هشوفك وتزنهر يا عينتي مش هامك الكلام ده يا اخوية هاممني بس ما انا قلت من زمان انت اللي حنين ومهاود كده هيركبوك شدة عليهم شوية مش كده هوه النهار ده كان في الشهر يعني يجي اخره كده حلو ودي حسان يا حسان دعالي انت هاني ايه ده انت رايحة فان بأشاربي ما هو أشاربي اللي عطيهولي حضرتك كان أشاربك وعطيهولي في العيد اللي فان ووعدتيني قلتلي العيد اللي جاي حديك الأحمر أخوه اني قلتلك كده ايوه انا يعني هاخده من دولابك قوة واستقدار نسيت رايحة فين اني قرصت الجلي ونظفت الزريبي واكلت البهايم حامشي بقى ايوه رايحة فين اني هقولك بس وحيدت سيدي السيح ما تضايقي نفسك ولا تقهيري روحك ولا تقوليلي لأ ما تروحيش اني رحى لسة فاطمة ما انا مقدرش اقول لها لأ تعرفاه شبشي بها قد كده وانا تلصوعت منه كتير وامان عليكي ما تقولي لها اللي انا قلتلك زي ما انا حقول لها ان انا مقلتلكيش اروح روح روحي بدل ما اخط اشاربي منك نقع لقيلة ومزعالك اخليه روحي جاي 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 يا اهلا وسهلا خطوة عزيزة اهلا يا باشا اهلا خطوة عزيزة انا كنت عايزة اهلا خطوة عزيزة اهلا خطوة عزيزة ايه خير ايه قل انت الاول يا عمدة احكاية الودا بالعالة ده عمل حاجة تانية او اللي ايه ايه بيلعب في معميعي بعيد عنك هاريلك بدتي بس سيبك جنبك بالحكاية دي مشغولش بالك بيه اني هاعرف ازاي خليه ينبط ساعة تكت عايزني في حاجة بس اني يعني مشغول حب تاني يعني وعندي مشغول كده مهمة يعني خير مش خير يا عمدة المرة اللي اسمها راوير دي مش خير ابدا لازم تتقدم ما قولنا كده من الاول قولت اطلعهم البالة عندك حقيقة يا عمدة انا كنت غلطان بس انا مش عايزة اتباد في بيتها الليلة دي حاجة بسيطة قاول وتبوس الايا دي وتتزل ودي حاجة سهلة برضو خالص بس هي يعني عملت ايه عشان ابقى فاهمة يعني وانا حزلمها يا عمدة انا خايف عالبلد وسمعت البلد وبنات البلد ما انت عارف ايوا ايوا خايف عالبلد وسمعت البلد او حتى تكون انت مؤهور منها مش دا المهم المهم ان ساعاتك عايز تكسر مناخينها وتجيبها الارض صح؟ صح وفي اقرب وقت ممكن ساه بسيط تربة حشيش تتحط عندها في بيتها وبلغ لساعاتك انها بتتاجر فيه خيرس الموضوع ومين اللي هحط لها تربة الحشيش في بيتها ساه ودي يا حسان ودي يا زفت يا سنجاب اي ليلة يرد علي ايوا تمام جنابك البيت الحمدية تخلص شغلها عند الستها فاطمة وتروح لجناب المأمور هو هيقول لها على حاجة تعمله يلا انصراف قولي من جنابك شوفت حاجة سهلة خالص هي ويا سيدي كمان تربة الحشيش من عندانك بس ساعاتك بقى يعني تبقى ترجع علي كده يعني من اي زبطية ولا حاجة شوف بقى انا مستني الودة بالعيلة دي عشان لم يجي اقلص ده وحبتين وبعدين اروح اشوف المشهور المهمة اللي مستنيان انا عايز اعملها صايبة ومظبوطة يا عمتة ما دقلقش سهلة وبسيطة ان شاء الله وانت لو عايزت بقى الودة بالألة في اي وقت عشان ادي بولك اعلى طاحت عمرك هيحصل ان شاء الله هيحصل بس انا يعني مش مستعجل على الحكاية دي ما اجلها يا حبتين فضل جنابك سلام يا عمتة الف سلام انيست ونورت وشرفت ده ايه النور دي الف الف سلام بقى كده يا بوليلي ويا فتتحدث مع فاطمة ليه فيه بينك وبينها ايه عشان توقف تتحدث معاه يا سلام هيحصلت ماشي وجانب المؤمور كمان الزهر البيت الراويه ده لقيته جاي يقول لي بحافظ على صمعك البلد وبنات الكافرة عليا الكلام دي ايه الخلايق دي يا ناس ايه الناس دي ايه غافلي يجيلي ايه احمر من اللو بره يا سلام لأيه كده ايوا 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 الاشيخ مبروك تروحت بجيبه لي حلم في التو واللحظة والحال بالعجل يلا بقى كده يا بوليلي ماشي ايه اللي بناكو بينا عشان توقف تتحدث معاه كده هو وجه اللي وجه مش عامللي حساب لا اني مسهل مسهل ابدا مسهل خالص واني حوريك اني مسهل ازاي قال ابو العيلة قال عيلة ايه ده الا نفرين وطفاية ده كلام ماشي يا ابو العيلة ماشي حرير سوريا سوريا حرير حرير سوريا سوريا حرير حرير سوريا سوريا حرير حرير سوريا يا عم خليلي قماش هدحو مرتك العرج دي وحصلني على جوه يا ربي يا ساد تعالا يا عم خليل العواف يا فاطمة اموري اموري يا سيد الستاء يا ما شاء الله يا ما شاء الله افرد كده وريني اللي معاك افرد ايه واريك ايه هو انت مش روح تشتريتي القماش من مصر ومن المنصورة ايه يكشي قماش البندر احسن من القماش اللي عندي ولا يمكن بيتفصل لوحده يا راجل بلاش كتر كلام يهجتك ايه ما تفرد اللي عندك وتوريني مني حاشتري منك انا اللي عندي مش موجود لا في المنصورة ولا في مصر كلها ده حرير سوريا سوريا يا حرير امسكي امسكي القماش كده بايدك ادعكيها وعسيها كويس ايه رأيك يا ما شاء الله يا ما شاء الله اه؟ زي الفل طلباتي طب بقولك ايه يا عم خليل اني عايزك تقطعلي من كل لون جلبية ولا اقولك خليهم جلبيتين وكمان عايزك تقطعلي من الطل الغالي دي طرح بالالوان كله علشان افصلها على مزاجي وعلى زوقي طبعا ماهو الغالي للغالي يا ست الكل بس دي شغلالة كبيرة وحسابها كبير ايه هي؟ هي في حاجة تغلع علي وبعدين ما الشيخ مبروك هيحسبك على كل حاجة وحيديك إكراميتك كمان ولو مرضيش يديك واستنتن معاك بس بقى قولة انا هقول للستة فاطمة وتشوف هو هيعمل ايه؟ خاضر اني هوضبلك الشغلالة على مزاجك واجبهالك على رموش عينيه امال احنا هنفرح امتى كده ان شاء الله قريب قريب ان شاء الله ربنا يتمن بخير بس ثانية كان ليه طلب صغير كده عند حضرة العمدة يعني هو بس كده اعتبر طلبك مجاب من قبل ما حتى تطلوبه بس اصبر علينا شوية عشان احنا اليومين دول مشغولين لشوشتنا بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدك من نعيمه يا ستة فاطمة انا هروح دلوقتي وهجيلك بسرعة ان شاء الله بقولك ايه يا عم خليل انا عايزك لما تروح للشيخ مبركة حاسبه تدرب الطق في اتنين ولا اقولك خليه في ثلاثة واجبش وعبي زي ما انت عايز ما هو مش هيدفع من جيبه كله من مال العمدة اللي لا ليه اول ولا ليه اخر الله يجه اشتاطك يا فاطمة السلام عليكم قطع أزيزي إيزي مقداري حياة أهلاً يا مناري عاملة إيه يا أختي؟ ليكي وحشة والله عاملة إيه؟ قلبي واجعني قلبي واجعني قوي يا فاطنة ألف سلام على قلبك يا أختي ألف سلام عليك ألا أنت صحيحة تتجوزي اللي قتل محروس يا فاطنة قلبي واجعني يا كشك كني فاكرا أنني تجننتي زي بقيت ناس البلد يا فاطنة أنت غلبانة وأني بحبك أنا ما أتجننتش والله يا أختي حرفة ربنا يكملك بها حقلك يا رب وأني بردك أقول كده عليك يا مناري يبقى ردي علي أنت صحيحة تتجوزي اللي قتل محروس هتسيبي جوزيك عشانه هسيب إيه؟ هو يعني كان بإيدي بس هقول إيه حكمي القوي يا أختي طب ليه كده؟ بنتي بالتحلال خايف علي؟ لا الصراحة لا أنا من بعد محروس ما عدتش أخاف على حد بس أنت غلبانة زي يا فاطنة ولو عمدك كافر ابن الكلب دي هيخذت عارفة عارفة أنه كافر وابن ستين كلب كمان بس ساعة ما اندهلا وحنش وديني وما أعبط لخليه يسم نفسه بنفسه بحق كل دمعة عين وقهرة قلب لخليه يصرخ ويقول جايا مسلمين وما يلاقيش حدي يغيط ولا ينجدوا يعني هتغدي لي حق محروس منه يا فاطنة؟ حق محروس وحق نستنيه كتير يا مناري حق محروس وحق ناس كتيرا يبقى روح يتجاوزيه يتجاوزيه يا فاطنة موسيقى 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 النهار ده آخر يوم في العيد يبقى دخلتي عليها الليلة ايوا امار اجري بقى اهم كده بالعجل تجيب المقزون وتيجي على دار فاطم ولا اقولك هاتوا على هيني وإحنا نبعد نجيب فاطم للدرجات يا عبد ما انتش قادر تستنى خلاص الحب شنكيلك وجبك على موسك ما تقوم يا وابروكوب بطر راغي ولدت وعاجنا درعيفي عاضر يا عبد الله وانا قدر اقولك يا عبد عاجي بس على الله بقى ما تنسانيش وتفتكرني لما وليه العهد ييجي كده ويقضي واقوى في ايدي وانت هتقعد ترغي كده وتزن ولا هتقوم بقى ولا ايه خلاص يا عوم ده حقوم ايه دي ما انتش قدر تستنى خالص والله حتركابي بالدلدي لرجلك يا فاطمة يا بنت الاوجري صدق وتأمن بالله لا اله الا الله اني ما تعيبش لو كتبت فيك محضر ورميتحت في الحاجز الميري وبنسبة الكلمتين الخيبين اللي انت قلتهم دول قلت ايه بقى ايه العواف عايز بني ايه يا عمدي انت جنبك اللي عايز ايه من البيت بيت ميه ايه هنستقبل ايه ولا ايه البيت فاطمة تتحجم عليها ليه اني متحجمتش على حاج لا تحجمت عليه اني كنت راعة اشوف لي ولاه هي بذات نفسه قالتلي ان انت تحجمت عليه واني بقى بما ان الخطيب هي من حقه غير عليه وبما ان العم ده من حق احبسك بتهمت ان انت بتتحجم على الحريم في ديارهم وهم امينين تاني مش كفاه لحد هني عايز مني ايه تاني يا عتمان ايه يا والد عتمان كده اهو شاهد يا شيخ مبروك ايوه شاهد ده انا حتى لو ما جفتش حاجة شاهد يا عمد اختش يا قدم العلم ملو اتلام انت في حضرة العمدة بذات نفسه بعد اذنك عم الشيخ انت اختش انت واسكت ومالكش صالح بالموال ديه قول لي يا علي كنت بتعمل هناك ايه نقول من تاني كنت رايح اشوف لي ولاد اللي هم عيالاني عيال ايه يا بل عيال واني برضه هيخيل علي الكلام دي كنت بتعمل ايه هناك يا علي مصمم تعرف يعني ايوه ماشي كنت بتهجم علي ايه قل لك ايه في هدنك يا عمد ما تستنى يا مبروك الده التاني لا ما استنيتش يا عمد استنى ايه ما انا نازم اعرف افرد دي يعني لقدر الله اطلبت للشهادة عشان لما اقول كلمة ابقى بقول كلمة مظبوطة يا عمد شوف يا عمد ايه انا حسن الواد ديه راح يشوف حياله ام اتهيه منعيته ام هو اتشد عليها وتعصر عليها فاتهجم عليها صح يا ده ابو العلم ولا لا ده صح الصح يا ابو الشيوخ انت يا مبروك بالقاوي يلزم عياته خدمة تاني يا عمد الكفرة بو شوكي اسمه عواد انت يا غلبان بالقاوي انت لو هوبت يامة فاطمة تاني هيكون اخر يوم في عمرك قلت ايه بقى قلت يا ريه مهني خلاص ما عادش عندي حاجة ابكي عليه حتى عمر اللي بتحكي عليه ديه اهو راح يلزم حاجي اتني ولا امشي لا اتنك ماشي العواد يلا وانت اب تصغر لي كده ليه امشي يلا شوف اراك ايه يلا حاضر يا ابني البولغة يا ابو العيلة هو قال لي ايه في ودني قالك انه كان بيتهجم عليه لا قرر اشوف العيات ايهو يا عمد قرر اشوف العلن يسام عبوداني مش عياله هناك ايهو يعني انت عايزة ايه يا بيته يا حمدية بيت ترفي من بؤك يا اختي قال بيته قال ايهو يا اختي من يوم خرطت البنات ما خرطني وانا في بيت العدل ايهو يا حبيبتي زمن البطوتية خلاص اللي راح راح يا قلبي وشكويتك لله اني دلوقتي استبتة حمدية واني مش فاهمة منك حاجة خالص هاتي من الاخر يا بيت بقولك ايه نفسي في حتة لحمة داني لحسن اكل التير بكاني واقولك يا بيته على حاجة خلي بالك اني بقولي اللي على الثاني واللي مش عاكمه يروح وينساني اه الستة حافيزة الغلوية السريمة غلوية يا بيته كده من ناحية الستة روية الستة بتاعتك منعتني قاجي سريمة يا بيته وبتغل في نفسها من ناحيته ايوة بس انا بقى قلت ايه لا حافيزة ولا غيره دي كده كده يا بيت بخيله جلدي فانا قلت اقصر كلامه وقاجي اخد حتة لحمة ياختي ابر العيال وابو الحيال ياختي الستة ندورها كتيري ابقى عدي علينا الندر الجاي واني بنفسي اللي عشلك نصيبك بس كده عارفة يا بيته الخرفان بتترمى تحت رجلها بتماء ماء ستر يا رب اني بقى الخالص ده بالذات عايزة منه حتة اختي الله هو اكبر الله هو اكبر اذا استثباتس يا ناس ماشي على الارض اذا زيت شربط ورد يا ناس ماشي على الارض اقولك بس في سرك ستة حفيزة غلول سرامه منك سرق متقبل كيش عارفة مينتي ستة الحتة كلها ايوة ولما تيجي سرتك تولع الله هو اكبر الله هو اكبر خمسة وخمسة في عين اللي يشوفك ولا يصليش على النبي ازاك يا حمديوا وزاي جوزك واؤلاد يبوص ايدك يا حبابتي يلا بات يا حنان خش يلا جبال لها شوي تلحمة وحتت فتة من جو هاو nine بقولك يا حنان يا ريتك كراكيب وم المرة المنبار عشان اعمل لله يعني احشي lampo العياء بيحب المنبار اوى اهءحشي واقبلت بتحت يا ستة هوا قوللي الحمديوا انتي يا أختي مش تناها تتلمي شوي قال يلا هو يا مستهوي يا خرابي يعرابي ليه بتقوليلي البؤ ديه؟ ليه عملتلك ايه يا ست عشان تقوليلي كده وتصدميني في وشي بالكلام دي عملتلك ايه؟ ده أنا وحدانية ومكسورة ومقطوعة من شجرة والشقة في البيوت مغلبني وتعبني ايوه يا بيت تكوني فاكرا انا نايمة على وداني اتلمي شوية يا ولية علشان جوزك وعيالك اذا ما كانش عشانا ويا ستي باشان خاطر ربنا حكا يلا يا بيت يا حنان شهالي ليه كده ليه كده يا ست ليه كده تقوليلي الكلام ده ليه؟ ليه ده أنا حتى بحبك ده أنا حتى وحدانية ومقطوعة من شجرة يا ست ليه كده؟ اقولك يا ست اقولك اني قانية ست مش خينة وصاحبة صاحبي وببقى على العشرة وعمري ما زعلت حد مني لا هي يا رب ايه بقولها ايه بقولها زيستة باتيس؟ وهي ما حصلتش يزير في شهر بتمية الستة حافيزة الستة حافيزة برقب اههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بيدك يا حمدي بتاخدي اللي فيها ويجي بيها يا بيت دي حالة نحاس فهمه؟ يعني ياختي حالة الملك فاروق ما حالة زي بقيت الحلال هاتي كما انت اللي يروح عندك ينقلع عليه يا رحمان يا رحيم البسي بالعافية أعودي بالعافية يا ست وانتي ياريت تلبسي وتعودي معاهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ولازمان الكل يمشي فيها نسوان البلد ورجالتها وحتى عيالها الزغيرين ايو اما ليه؟ ولازمان يفضلوا يزغرطولي والزغاريت تحوتني من كل جاهة يا كده يا عمدي يا اما ملكش عندي جواز ولا ده كله ليه؟ ليه؟ حيكون ليه يعني؟ هو انت يعني عايز تتجوزني كتامي؟ لهو انا كنت عاملي عاملي ولا عاملي عاملي؟ وبعدين اذا كنت فاكر نفسك هتشتريني بالخلق اللي انت جبتهولي ده؟ لا يا حبيبي دقيقة واحدة ويبقى الحلق بين ايديك يا بنت مش قصدي انا يعصب بس يعني ايه؟ لازمتها ايه الزنبلاتها والزيطة والمصاريف دي كلها شوفي ليك علي روح اسكندريا يومان هناك بقى عاملين زحلاقة وفي جنبي منها زفلاتك انا بقى لي يا شوق نزفلت انا وانت في الزفلات ايه رأيك؟ لا يا اخوي انا ميلزمنيش الكلام دي انا لازمان فرح يبقى صباح ايو اما ليه؟ انت عاست بقى وزلي اليوم اللي انا استنته طول عمري؟ صحيح يا بيت انتي مستنيها اليوم دي؟ ايوه طبعا مستنيها ومستنيها كمان على احر من الجمر يلا بقى يا عمدي عشان ما نتأخرش عازك تروح تتفق على لوزم الفرح وبالمرة تبعتلي نظيمة يوني عشان تزبطني وكده عشان الليلة الكبيرة عرا ما كنتش بحبك وبعدوفي كده؟ والنبي اللي فقال بكترب كتير ومسيرو حيبان معليان يلا بقى يا عمدي يلا عايزة الناس كده اول ما يشوفونا جنب بعض يقولوا يا سلام يا أولاد ده كأن عمدتني ايه اول مرة يتجاوز وليه كأن ما فعلا دي الحقيقة اول مرة حتجاوز ايه؟ ام الحافزة ديه تبقى ايه؟ دي كوبة بعيد عنك دي واقعة سودة دي قطعة اتخلفة من اول ما شفتها صدق بالله انا سعب اكون نايم كده وعشان نفسه اقوم اشرب بقى مية بخاف اقوم اشرب لتطلعلي في الظلم يهجتك ايه يا عطوم ايه؟ شرباء شوف هي ساعة زمن وكل لوازم الفرح تكون جاهزة والليلة صباحي زي ما انت قلتي بس بقولك ايه؟ شوف كده كلمة دلع تانية كده غير عطمة وعطومة دي انا مش شايف منها حاجة بس كده عنية الاثنين انت بس تقولك حاضر يا عطوم تاني دي لزقت خلاص بقى يا عمدي حلق له حل الموضوع دي هو بقى موضوع سلام عليكم أهل الحمد لله يا بتايا انت يا عيه أوه ياوادة يا رائ اوه يا وديا والعين فتح ونزلتها بيتا حنان! انت يا بيت! انت يا بيت! خدي عايزك ضرور! همي يا بيت! يوه! عايزها ان شاء الله يا حسان! ازاك يا بيت توحشتي! الحمد الله! بقولك اي يا اخويا! روح لحالك السعادة انا مش فايقالك ايوه! يا بيت انا مش عايزك انت! انا عايز ستك روي! والنابين ما كنتش تمشي من هنا! لكون من ديالك الست راوية واخليها تفرج عليك الدنيا! يا هاب ليه! طلعي اندهيله دا! انت هتروحو في ستين داهي! ليه كفرق الشر؟ البيت حمدية جاتلكم هنا! ايوه جات؟ طلعي اندهيل ستك راوية اوامي! فيه ايه يلي تنشكب مصاريناك اين؟ يا بيت نطلع اوامك اوامك! هتروحو في داهي! حاضر فرارة! اه! اشتركوا في القناة! 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 صحيح اللي أنا سمعته؟ أيو دخلتك الليلة؟ أيو هتدخل فين؟ هنا على فرشدي؟ لا في قط المسافرية أنا بعدت مبروك يجيب العفش ويقيم جبت لها عفش يا عمدي بقولك يا حفيزي أنا دماغي فيها مئة ألف حاج سيبيني بقى أشوف أني هعمل إيه؟ مش شايف غير نفسك ولا حاسس غير بروحك معا بعد اللي عملوا علوان واخوك السيد أنا بقى ما بقاش همني كبير ولا صغير ما بقاش همني غير عتمان عتمان وبس معا مش بعدة ده كل يجوا هم باي أخدوا عرقي وشقاية ومجهودي وتعبي وفلوسي وأرضي طب واني اسمع يا حفيزي أنا مش هقولك أنني مليش مزاج من فاطمة أنا عارف أنك عارفة وانت فهماني وخبزاني وعرفاني كويس واني كان ممكن أخد اللي أنا عايزه من فاطمة من غير جواز ولا حاجة بس أنا بقى عايز أخلف عايز أجيب عايل لي يا وليكي العايل دي اللي هيخللنا سيرة في الدنيا يا حفيزي احنا من غير زرية ولا حاجة وعلوان أخوي واخوك السيد هيرمونا للكلاب تنهش في لحمينة ويعيشوا هم بقى في العز والنغناغة واني بقى خلاص ما بقاش في العمر قد اللي راح بعد الشر عنك يا عمدي يا حفيزي احنا يلزمنا عايل والعايل دي هو اللي عاملنا امتداد بعد كده وهيتكتب بإسمك أنت بعد ما فاطمة تحبل وتبلد وضغور في داهية فهمتيني موسيقى انت أحلى حاجة في حياتي لا مش أحلى حاجة لا انت حياتي كلها بحذوها ومرها موسيقى 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 الأ Luxر 2 فتاشوا البيت شفر شفر يلا ايه دا ايه اللي بيحصل دا هي وكالة انت باعك يزني من نيابة اسكوتي انت خالص انا مبلغ بالعملية ايه اسكوتي دي واسكوتي انت كمال حسابك معايا بعدين ايه انت جاي تخرسني في داري طب ما تقولي عاوز ايه يمكن اسهلها عليك يو صحيح يا بالمعمل انت بتدور علي قول ما تخافش هتشوف يا عريس هتشوف مهو لو تقولي بس بتدور علي ايه هريحك اخر راحة يا خالد بي وحيات مقامك اللي ما قدروش ولا عرفوش البيه الكبير سليمان بشا مطكون ايه نسيتو دا يزعل قاوي اصنو ما يتنسيش لا 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 يا خالد بي ايه دا جديدة انها جل منك هتلزمك في التفتيش ان لقيتو حاجة اهلا وسهلا انو ما لقيتوش بتوكلوا على الله مفيش حاجة يا فاندم اصرافه يا دي الكسوف هو البيه كل ما ييجي يمترد ولا ايه يا اولاد مش هفوتها لك يا راوية مش هفوتها لك وانت انا هوريك انا اللي مش هفوتها لك يا خالد بي انت والعمدة بتاعك اللي حصل دا مش هيعدي على خير وانا قلتلك قبل كده انت لسا متعرفش راوية ما صدقتنيش بشرفي لو اريكم شرفت يا خالد بي اتفو عليك راجل ناقص بقولك يا راوية ما كانش لازم تجيبي صبت الموضوع دا خالص بالعكس ده هو ده وقته كان لازم احرق دامه يا حلو يا اولاد يا حلوتي كدي وانا قاعد في وسطيكم ولا كوز الدرة مش فاهم حاجة ايه مش هتفاهميني هفاهمك على كل حاجة يا ابو العيلة بتي حناة يا نعمين روحي لأبو العروسة اياها وقلله ان قريبت العريس هنا وعايزة تشوف البيت ولو عجبتها هتاخدها بكرة وتسافر فاهمتي؟ حاضر من عناي يا روحي لأولومية القلب دف يا واك يا غالي علي يا روحي لأولومية يا روحي لأولومية ده طلع لك إن أخلاق لي ده جريدة وانزل لك إن أخلاق لي ده جريدة وهفوت على الخيات اقول له سعيدة ما تحبك الفستان على اي شوية يا روحي لأولومية أخسافي يا روحي لأولومية ده طيب وما 순 outline أوامي الروحي لأولومية طب وما ام السريح انا كمان ماكسوف آآآآآ هتيجي نعط كسوفيك على كسوفي اختيشي يا أبو العلي هنجيبكوا سوفي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآyor بابي وانا سرب اختيشي يا أبو العلي لماو يا لماو يا لومي القلب ده في هواكي غالي علي لماو يا لماو يا لومي القلب ده في هواكي غالي علي نصل على كن أخلاك بالغاص بيحتي بالنصب إذن علي هل عايزة شوفتني؟ ولا العندة نفسه؟ هو فيه واحدة يا سعادة تقول لا إيه؟ ولا رابل ما يجيش نقع بسوت اسكتنت وهي الحسن كنت كيدي ولا كيدي؟ وإحنا ولا حين كيدي ولا حين كيدي؟ وإحتي مش عايزين نعرف ولا كيدي ولا كيدي يا لماو يا لماو يا لومي القلب ده في هواكي غالي علي يا ناري أنا هموت من فرسة يا بولعيلة ما هو يحنا بقى يا المأمور الزفت ده الحكاية خلاص بقت على المكشوف وأنا بصراحة ما بحبش أحسني ضعيفة إلا هيهوي بنحيتك أنا هولع فيه إيه اللي ضعف دي؟ إيه؟ إيه ضعيفة ومش ضعيفة؟ أنا روحت فيه؟ يا لهوي علي أنت بتخاف علي بصحية بولعيلة؟ يا لماو أنا خلاص مش هبقى خيخة تاني لو فيها عمري لو هادفع عمري مش هنيخ ما أنت لو كنت شفتيني النهار دي؟ وأنا مخلي العمدي يتنطط كده قدام مني؟ أنت تعرف إن الكلام دي صح وإن عمري ما هتططي تاني أما البيه المأمور فاسيبهولي أنا هتنى وراه حد ما عرف أخريته إيه؟ يا لهوي معنى كلامك ده إنك مش هتعمل كده عشاني انجرائه يا روي ما هو عشاني وعشانك لو أنا مش نفسي حس إن راجل قدام نفسي يا لهوي ده أنت راجل وصيد الرجال يا بولعيلة؟ مش بالكلام يا روي مش بالكلام هني تخنق تاني أنا هايز عبعد عن البلد شوين طب خدني معيك بس أني مش عارف هني رايح فيه أنا عارفة طب و هني عمليه في الستة المنتي يقودي طب و فيها إيه؟ إحنا هنروح ناخد سهرين ثون رجعتين على فين طويل؟ أنا هنسيك الدنيا باللي فيها يا بولعيلة يا سيدي و رجلي وتك رأسي يا أرض حروسي ولا تقروسي حرية من الجنة يا ناس شوفتي شوفتي الشابكة اللي جبها لك العمدة يعني يالك يا عمدة يعني يالك شوفتي مجتميه ولا يالك يا عمدة الكلام انتي مجتميه خالص أنا؟ أنا برضو يا فاطمي فاطمي؟ من هنا و رايح اسمي الستة فاطمي انتي فاهمة ولا لا؟ على الله اسمعيك تقولي فاطمي دي تاني فاهمة فاهمة ست فاطمة وست الستات كمان بقى الحلاوة والنقاوة دي كلها ودوابان العمدة فيها ما تقبال ستة؟ لا ستة وستة الكفر كله بره منك انتي بره انتي تلاقيها عفزها بعدك عشان تسميني لا عاشت ولا كانت اللي تبصلك بعين قرقة وبالشر سرقة ده انتي بدر البدور يا ستة فاطمة قالك يا وليا بتتكلمي عليها كده ليه؟ كأنها يعني مش حبيبتك ولا حاجة وحيات خدودك دولا اللي موردين من غير حاسد لو لاش الفايدة اللي بتيجي من وراعي صباح ربي لي ما كنت ترميع عليه كلامك مش لدد علي ولا دخل لفوق يا ألف بركة يا ألف نهار مبروك يا حبيبتي يا فاطمة يا سلفتي يا ضرة حافيزة يا كيدها قوي تسلميلي يا ستة فهيمة جرائه يا نظيمة أنت مش هتحني لستك إديها ولا إيه؟ حاضر حاضر يا ستة فاطمة من عينيي آه يا أختي أنا عايزة أتحنى حنى إيدي وحنى رجلي كمان بقولك إيه يا نظيمة بنستسمحك كده يا أختي يعني في كلمتين أنا وفاطمة الوحدين حاضر خير يا أختي عايزة أقولك يا فاطمة خدي بالك من اللي انت رايحاله سبق وقلتلك وبقولك تاني النار يا بيت بتحرق صاحبها وعتمان وحافيزة ما لهمش عزيز ولا غالي وبعدين ما إحنا عارفين عيتمان يا بتي واخدك بطن تشيل وتحط ولو خاد اللي هو عايزه مش هيبقى لك عنده عازة طريق عيتمان له سهل ولا هاين أنا عارفة أن طريق عيتمان له سهل ولا هاين بس عشان تبقي عارفة أنا خلاص عرفت عيتمان وأحفزته أكتر من نفسه ما تخافيش عرقية أنا خلاص ما بقاش حلتي اللي أبكي عليه لكن هادمان وأحفزة حالتهم اللي لو راح منهم حيبقوا عليه بوكل عمر كله المأزون وصل يا ست الستاء موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة كسى القهر اللي موت قلبي وحرق كل حاجة حلوة كانت فيه موسيقى 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 ما تقلعي بقى الطرحة عشان ندوق الفرح قصبول بس ناخد على بعض ناخد على بعض ايه طب اغير الفستان عشان اغير مريك كمان يدي الكسوف يدي الكسوف كسفون ايه يا بيت يا بيت داني جوزك اهاني لحد دلوقت مش عارف اصدق الحكاية دي حكاية ايه حكاية ان انت جوزي يعني العمضة بجبراته ويده الطيلة اخترنني اني فطني الغلباني يدي الكسوف يدي الكسوف يا بيت ما تكسفيش من حاج داني اه داني من ايدك دي ليدك دي يعني انا بنيبونك كده وقدبالك انت ازاي ماهات ايه بقى يا عمضة يا عمضة انت لك هابة يا بيت انا بالنسبة لك هابة يعني اني عند الناس كلية انا العمضة بس ماجا عندك انت وعلي اني كده يعني اه بس الحكاية دي بيدي وبينك معتش اعرفها ايه 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 عمضة تعال يا عمضة انا عايزاتك ايه ايه اعتمان ايه اعيزة اهدي طب انا هروح اشوفها ياّ عايزّ إيه? واجهة ثاني! بس ما ت Belaggiّي؟ غيّاري بقّا هان levers؟ بهي planetary! عايزّة إيهي! إيهيةي! إيهي! إيه! إيهي! 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 إنه يدّى المعزة ديتًا تركّе مهّ ما تلاّقىحًا! وتتلمي يا وليا وسخلي ليلتك تعدى على خير اهوني مش عايزة الليلة دي بالزال تعدى على خير ايهي قولك بقى انني ممكن اعملك مجنونة وكالي اهلة كافر كلهم يتفرجوا عليك ايه يا عمديتي؟ ايه كل دي يا اخوي؟ بقى تسبر عروسة وتقف مع المقروسة امشي خشي جوا يا خرشوف انتي على ما خلص كلام مع سيدك سيدي بس دي سيدي وتجراسي وسيد اللي خلفوني كمان ده هو جوزي وهو حبيبي وهو يا دي الكسوف يا دي الكسوف يا دي الكسوف يا دي الكسوف ده هو اللي ستتني وهو اللي سياخني وهو اللي حضني وهو اللي باسني وهو اللي يا دي الكسوف يا دي الكسوف عيب كده اتلم يا بد اتلم؟ واتلم ليه يا اختي؟ هو في حد غريب موجود واني مش واخدة بالي؟ دي حجازي، حبيب، نور عيوني وحق إنني اتدلع علي، ووريه اللي ما شافهوش وبعدين انت ما تقول ليش هنعمل إيه ومعاملش إيه؟ انت هنا زي زيك شوف الولية بتجزة على سنانها إزاي؟ إيه يا ولية؟ مالك بتبرقيني كده لها، انت حتحضني ولا حتعضيني؟ لا يا عمدة لا، لا يا أخوي انت ما قلت ليش إنها بتعض؟ انت قلت لي إنها فقرية ووشها ووش بومه وتجيب الفقر وبس لكن انت ما قلت ليش إنها بتعض؟ انت قلت لي هكده؟ أيوة يا أختي قال لي كده وقال لي كمان إنه أول مرة يحب بجد وإنه أول مرة يشوف حريم بحقه حقيق مش انت قلت لي كده يا عمبي؟ بسدقيا يا بنت الكلب إن أنا اللي حرق فيكي بس يعملت بقى أنت تلمي بقى ما تعملي يا سرام المار؟ انت بتشخد فيي عشان دي؟ دي؟ ومالها ديه يا أختي؟ مالها اللي ما تتسمي؟ هي مالهاش اسمه ولا آه؟ أنا اسمي فاطمة يا أختي وزي ما انت مراته أنا كمان مراته واللي لي قد اللي ليكي؟ خسارك يا عمبي فاضل إيه تاني؟ محبي علي إيه تاني غير إن مراتك بتعض؟ وأني اللي قلت خلاص ربنا رزقني في جوزي حبيبي اللي أنا ضبت فيه وفي كلامه المعصول ديه أيام الخطوبة إنه ما تلقى بيحبي علي بيحبي علي إن مراته بتعض؟ هيخس فاضل إيه تاني بس يا رب فاضل إيه تاني؟ فاضل إيه تاني يا رب أنا قلت خلاص ربنا بعطني الراجل اللي كنت بستمناه وبحلم به الراجل اللي كلامه الحلو نايمني في العسل لكن تلقى غشاش وخب عليه إن مراته بتعضه وبتاكل بني قدمين وكمان يشوفني حندرب بالمركوب ولا يديش العضادة اللي عايزة تضربني ديه كفين على وشها الكشر العيكر السامج الفقر ديه؟ مين دي يا بنت اللي يديها بتطفيني على وشها يا هبلة يا بنت الهابلة؟ طب إيه قولك إن هو مش حيبات معك الليلي؟ إيه 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 مين فين؟ إنت اتحابلتي يا وليه ولا اتحابلتي ولا؟ وكمان تنهتي بتعض ديه؟ إنت هتقوم على وقم هيعرت القمد؟ بنت إنت إهمالي إغز الشيطان يا حافظة ما تخليش الشيطان يقل لي إمتك وإمتي خدش نامي إهدى كده إهدى يا أخي إنت اللي تهدى عمالت تفرق وتحرم مش عارفة فيه إيه؟ أم مرة تشوف حريب؟ طب إيه هقولك لو ما بدكش معايا الليلي هروح أقول لأ أخي السيد وحتبل عليك وخليه ييجي هو وأخواتي ووريت من كل شيء شويات يا بنت إخفي من قدام حسن لك وأخوك السيد ديه اللي إنت عملت هتديني بيه كل شوية قال لي ليه كلام وياه أنا هشوف إذا كان هو يرداني البهدال اللي أنا فيها دي يبقى فيه كلام تاني خشي بواحد مش عرف ألمك ولا إيه؟ أنا كنت عارفة أنك هتعمل كده يا دون يا دون الدون يا بنت إخفي من قدام حسن لك أنا ممكن أكسحك وقت مرأتك على صدرك وأخوك وأعديك أنا أخوك السيد ديه من البطاطة خشي خشي أنت غوري غوري أنت طب ماشي أنا حغور ماشي افتح يا فاطمة عايز مني إيه يا عمضي إيه بنت افتحي لأني زعلانة منك زعلاني خالص ومسلمة فيك آخر صدماني طب افتحي افتحي وأني حصالحك آخر صلحاني افتحي بقى تصالحني بقاه إن شاء الله هتضحك علي بكلمتان إياك فاكرني عيلا صغياري يا بنت افتحي واني عملك كل اللي انت عايزاه كله 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 فتحي ماشي افتحي بقى عايزة إيه بقى أني مش عايزك تقرب مني خالص أبو دي اللي انت عايزاه أهون عليك برضو يا فطاني ايوه ما نهنت عليك واتهنت قدامك واتشثمت وكنت حتعد كمان إيه اللي حكاية الحد دي يا بيت ده دي اطلقت حكاية بس أنا برضو يعني مرضيتش هتخنق يعني ليلة دخلتي بس أنا كده برضك قلبي مش متطمن يعني اتطمن إزاي لما تشتم وتهان وكت حتعدق صد الرجل اللي أنا كت بس تمنهم الدنيا ليلة دخلتي اللي هو أنا كملي لا مش هكمل حاجة لا حلو الرجل بس كملي حلو الكلام دي لا مش حلو وأني مش هقولك أي حاجة من اللي جواي لا قولي أنا عايز أعرف شعورك نحوتي عشان الليلة تحلو بقى والقضية طب تحلو إزاي تحلو إزاي بس بعد ما حافيز إيه سدتها في وشي وضلمتها آخر ضلماني انتهم منك يا حافيز انتهم منك ويجيلك من كل عرض مرض سيبك بقى من الضلماني وخليك معاياني يعني يا هاتمان هاتمان نايم 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 وإحنا هنيف درافين في البلاكونة كده ما تيجي ننزل نلعب في الشارع لا يا أخوي انزل انت لقاوش لا ننزل ساو لا هني مش نزل لا ننزل والنعمة من ينزل يا بيتة هننزل يدي الكسوف يدي الكسوف هننزل ونطلع ونطلع وننزل يا ناوي يا خبتي يا بيت موسيقى والله وين كتب لك الهنى والسعد يا فاطني سبحانه مقسم الأرزق والبخوت اللي جمعته يا عتمان في سنين هتاخده فاطمة في غمضة عين فاطمة دي باهيمة تعشر وترمي وبس بقى اللي تشل وتولد يا وليا تبقى باهيمة أمال البور الخوية تبقى ايه قال على رأي المثل الحرباية تلهيك واللي فيها تجيبه فيك وين كنت معدول تكفيك وتاخد ما تديه حرم عليك يا فاهيمة ما تعملش كده عيب يا وليا انا جبت سيرتيك هو انا قلت يا حافيزة يا حرباية حرب عليك يا سبيني في حالي سبيني في اللانا فيه يا اختي الله يكون في عونك اهي جتلك فاطمة المرة اللي بحق وحقيقي اللي بعد تسع شهور بالتمام والكمال هنعرف هي من ست الدار ولما الزمن ينضار عن نعجة والحمار والله واتنصفت يا فاطمة يا عتمان يا عتمان حد ينادي على العريس اللي تدخلته انت تحبلتي يا سلفتي ولا تحبلتي اخسى عليك يا مرة نقصة فخص موسيقى 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 شكرا للمشاهدة 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 فاطمة خلاص هشف عزه ومش هتسلاي وهتلعن كل يوم عشد فيه في الفقر والعوزة شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة 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 والله زي مرحبا كمان انا صبر اهو يا بيت يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم عالصب صباحي مبركة يا عريس نشكرين يا افتي سيباني بقى في الواكس اللاني فيه خش يا عتمان ما خش فيه خش في عبي خش فيه يا بيت انت هتنكد علي حتى في الصباحية اهدي انت هنا يا حفيزي يخرباتك اللي لا يصبحك ولا يرباحك اهي يا بيت اللي انت اللي بساعدك وما لو يا اختي اللي اني لبساها اهي اللي غيران مننا يلبس زياني خش يا بيت تسطوري نفسك بحاج وتعلي انا عايزاك عايزاني عايزاني في اه يا اختي هواني قادرة اعمل حاجي داني ما نمتش طول الليل والنوم كبس علي اخر كبساني اصلا عتمان ما نيمنيش يو ده انت طلعت مصخاري بطني الصداع الحمام صباحيا مباركة يا عروس الله الكبيرimos اهي لنبي هيا ده العرعس ولا بلاش والنبي يا بيتي يا فاطمانة لو زي كده لكنت سوت الهوايا تسلميني يا سيلفاتي تسلميني يا حبيبتي يا غالية هواواواواواواواواواواواواواواواوا اعمليني فنجال أهوى سادة وفي أجل بطان أنا وسادك شوف الولية النقصة دي بدل يختي مدبر كيلها وتدعي نقطتها خل النقطة إهل اللي حيجيها نقطة جر إيه يا دراتي داني في صباحياتي دان دي شكلك انهابالتي آخر هبلاني إيه ويا توتو حجيب لك خيار يا نوراني وجيلك على طول العندي، توتو طب يختي ما تبقش تكسي تلايفله داهره ماشي يا توتو دابة نوتو اهل، طاب واخ، خبريه يا مرغاية ضرب أبوزك من حداك لحد الحيط ليه؟ حنعمل ليه في العيشة والمعيشة؟ حنتصرف إزاي بعد ما منعوك من دخول الجامعة؟ واتمنع تلحسنة كتبجيلك من تعليم الولاد وتحفيز القرآن وهو يعني تعليم الولاد وتحفيز القرآن ماينفحش اللي في الجامع، ماينفح هنا في البيه مش لازم في الجامع يا شيخة العرب يا ولي الرزاق موجود ونعم بالله ربنا العزيز جليه في حديث قدسي عبدي، خلقت السماوات والأرض فما أعياني خلقهن؟ أفيعين رغيف أسوقه لك كل حين؟ يا ملغايب، احنا علينا السعي وربنا عليه الرزق والفرق ربنا موجود بقولك يا محمود أنا عايزك تعتني حابة بالقراطين اللي سبهم يا بويا أوه محصلهم يجيب لينا قرشين ولا أتجرهم لحد يزرحهم حاطر، ماشي يا شيخة العرب، نشوفوه بس برضو أنا معايزكيش تخافي وتحزني جوي كده عشامنا في الله يا ملغايب أجوم الخوف اللي انت غرجانا فيه ده ونعمة بالله ربنا يا رب ما يزلينا لحد أبداً اللهم آمين يا رب فكيها عاد وفرفشي إيه؟ يو؟ على فين كده هستم أنت؟ ماشاء الله هي مروحة مصر صد رد كده فجأة عملية كفندي ومتقيف إيه؟ ما أعجبش كده؟ على العموم، أنا نازلة مصر دلوقتي ولازم أكون في استقبال عدل بي طب والعروسة؟ العروسة بقيتها أنت وتعالي أنا شفتها وعجبتني وده ما عجبتني بقى أكد هتعجب عدل بي ومال، خلاص أجيب العروسة واي بس أنا كنت عايزة أقابل عدل بي أتكلم معي؟ عايزة عدل بي في إيه يا روي وكلامك معاه هيبقى في إيه؟ بص يا ست منتهى أبو العيلة بقى جوزي وأنا مش نوي أخبي عنه حاجة اتكلموا يقولي عايزة إيه؟ أنا متأخرة ولازم أمشي عايزة عدل بي يرضى عن أبو العيلة يعني إيه؟ يعني يبقى من محاسيبه يوقف جنبه ويسنده يعني يبقى واحد من رجالته وأنا تحت أمره في أي حاجة يطلبها إن كان أنا ولا أبو العيلة وإنت بقى فاكرا إن عادل بي هيستنى منك فلوس إنتي ولا أبو العيلة مثلا؟ كل بحره بيحب الزيادة يا ست منتهى وبعدين إتنا هنعمل له السيت ومركز في البلد وحواليه؟ هو يا حبيبتي مش محتاج للسيت ولا المركز في البلد دي طب إيه؟ هو يحتاج إيه؟ إنتي قوليلي بس وأنا تحت أمره من إيده دي لإيده دي بس كده يقوين على عتمانه أو اللي زي؟ طب ربنا يسهل خلي البت تعجبه بس وأنا هشوفه وإن شاء الله ما عجبتوش في مليون غيرها دي البلد مليانة البلد مليانة؟ إيه الكلام اللي بتقوله دي يا راوي؟ استنى أنت بس يا أبو العيلة هفهمك بعدين تفهميني إيه؟ أنت الجنانت يا بيت؟ ونلقى تاري اللي كانوا جقولوها عليك صحيح؟ والتجري في الأعراض يا راوي وعايز أنا ساعدك يا ده يا دوق إيه؟ غبية وهتودينا في دهية أعراض إيه يا بولحيلة؟ إيه زي أنت عايز تحسيبها كده؟ يعني بعد اللي عمل معاك اللي عمدة ومنتاش عارف تنسايا وتقولي أعراض وما أعراضش ما قلتلك استنى وأنا هفهمك ده دي؟ تفهميني إيه؟ تفهميني إيه؟ لو أنا مستنى أنك تفهمينك قلتلك أبو العيلة له من توبنا وله زينا وهيقعد كل شوية يقرفنا أنا مش عارفة أنت باسكة فيه ومتبتة كده ليه؟ أهو أديك شايفة هو ما تخديش في بالك اللي قالوا واللي عملوا دلوقت أبو العيلة بس وقداش شهامة بس لما يعرف إنه لو ما يسمع الكلام هيحط مدايا صبق اللي ظلمه مش هيقول لا وهينفعني وهينفعك كمان طب هشوف بس أنت ما تنسيش البت تبقى عندي بكرة وعلى سنجة عشرة مش هوصيكي ما تشيليش حمل يلا سلام مع السلام موسيقى 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 الفطني وقعت قلبي عشرة موقع جراحي يوالي إنت صدقت أو لا إيه؟ داني بدحك معاي النابي يا حسن تخذ بلك من العيال إنت وحنان وعايز حنان كده تأكلهم كويس وتحميهم وتنطفهم اللي يا رب ربنا يسترها معاكم ها خد يا بالي دي عشان خاطر مصريف العيال خليها معاك واني بكرة ولا بعد وكده إن شاء الله حباك أشقع عليهم ديها بقى أنا عايزك تديها للبتة حنان وتقول لها فطني عايزك تروح تجيبي زيارة من اللي هي وتيجي بها لحد باب الدار علشان اني في حاجة في دماغي كده عايزة عملها وتقرع لها زرغط وهي دخلي يهزوا البلد كلها ايو ايو بس حانان تعمل كده لأي حتكون تعمل كده له يا اخوي انا عايزة حافظة تهري ايو ايو انت عايزة كده حافظة ايو ايو انت عايزة كده حافظة ايو خربت سنينك السادي خد يا والي خد ايدي خد كل دي ايبي كانت مطمائي حاضر العناية البتنين وهدي بصلتين عشان تحيقوا البطاطس اسلاميات البتنين صرية حلوة بقى كده وجنبيها شوية روز وااكلوا العيال هاي حاضر سلام يا غالبي سلام يا حسان انت مش قادر حتى تبصيلي ابصيلك ايه يا اهو بقى هي دي البصة ولا اني مش زي الحيو الجل برا عايز ايه دلوقتي يا حافظة عايز افكرك باللي انت قولته في حدات اليومين دول بتحصل بممكن تخلي الواحد ينسي ايه بقى اللي اني قلته قلت ان فاطمة دي بهمة وتعشروا بس وملهاش اشايا في الدوار دي ولا اشايا ولا حتى حصوة مال طب وانا قلت كلام غير كده ولا رجعت في كلامي واذا كنت ما بتخافش من السايد اخوية زي الاول اني ممكن اعمل اكدر اني ممكن اروح لعنوان وخليه ياخد كل شبري منك ايه 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 يلزموا الكلام دلوقتي يا حافظة وممكن كمان اخد ارضي منك اللي انت صحي بخيرها دي وعملت صرفه عن معوجة بتاعتك وممكن كمان عارفة اني بحبت ليه ليه عشان اني اللي بحبتك مش عشان انت تتحبي وعارفة اني ما بحبكش ليه ليه عشان عميلك اللي بتعمليها معايا دي وعارفة انا بعمل عميلي دي ليه ليه عشان بحب بملو بتحبيني بقاسي مني دي شي موسيقى 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 الله هو أكبر، الله هو أكبر على الجمال والحلاوة والطعامة ألف بركي يا ذنت العرايس يلي أكيد أكيد عريسك هايس إيوه أكيد أكيد طبعاً أمه ليه؟ طب اطلعي بره يا بنت الكلب أنت والزيارة بتاعتك دي استحفيز كتبيني عليك أنت وأهلك استحفيز إخراسي ليه؟ تاخد الزيارة خدها أنا قبلها بها للعيال بقولك إخراسي أهو بس يا بيت بنتي والنبي ما في كلب هنا غيرك يا حافزها يا سعران أنت جرى أي يا ولية؟ هتقضي صاحبتي ولا إيه؟ يا يا حافزها اللي انت بتقول إيه دي؟ انت تجنينت ولا إيه يا ولية؟ شوف يا أخي بتقول إيه؟ يعني مش كفاية البتة صاحبتي مكلفها نفسي الشيء الفلاني وجاباني زيارة تليل بمقامك ومقامي أم تعمل فيها كده؟ طب أنا مش عادلك في البيت يا عتمان يا رب يا رب يا أختي يا دهي أخد الدهي يا رب بدي أخراسي بقى يا بيت أنت إخراسي وانت راح أفن دلوقتي يا فاطمة أروح ما ترح ما راح يا أخوي أنا مش قاعدة في دار ماليش فيها لا دهرة ولا سند يحفظ لي كرمتي أنت فاكرني إيه؟ ولا الولية الحرفانة دي فاكراني إيه يا كمان؟ يا بدي ليه من لسانك بدل ما أطعهولك تستحفزي أتدخن؟ إخراسي أهو ما تخرسي بقى يا بيت تت يا بيت ما أقولك إيه؟ إخفي إخفي وديني وما أعبد أنا ما رضي أمدي إيدي عليكي لإيدي تتوسخ وعملة للراجل ديه اعتبار الراجل ديه اللي لا تلقى بيحبني ولا حاجة طب بس بقى بس بس طب بس بقى بس بس هو ده اللي انت فلحت فيه ما تبس بقى يا أوليه بس كنتي وديني ومعابد أنا خفعت في البيت ديه واني بتوخم لجيب عايل شبهك إليكي يا رب ترجعي للشارع اللي لمت منه شارع؟ شارع أه يا مشارع؟ كنت تيجي تشوف الدار اللي العمدي جايبني منه دار شرحة وبرحة مش المدفن اللي انت قاعدة فيه ديه يا أوليه ده العمدة جايبني هنا عشان أنا وارله الدار أخليه يلعلط كده عشان كده بقى يا حفيزي أنا مش ماشي وقاعد على قلب جادع يا بنت يا فاط والنعمة 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 لا خليكي تهري كده تهري يا أوليه كده الحد ما اتطقي من جنابك وانت بقى ملكش صالح بيننا خالص ومش عايزك تتدخل في حاجي إحنا الاتنين نصوان ونعرف شغله بعد كويس فراجيني بقى يا عمك هتعملي إيه؟ أنا أعوف بإني كنت يا جل جل جادع يا حفيزي ده انت ليللت الجل بتعصى بستين جل بيت يا حمدي إيوه بصي أنا واقفة ساكتة من ساعتها هو وصمع الحيصة كلها وما اتدخلت عزي ما قلتلي بس هي بتندح علي أرد إغراسي بس لازم أرد إيوه جادع يا حمدي بقولك إيه يا بيت إيوه تعمل لنا شوية حمام حلوين كده سيبك من الكلام الفرخ ده كله أصلي العرسان الجداد يحبوا الحمام حاكم يعني الحمام حامي حامي يا حمام عايزك يا بيت تدق إيه دق كده ولا كفتة الحمام الحامي حامي يا حمام إيه دي بتقولك هدق إيه لها الحمام هو الحمام بيتدق الحمام بيتاي لأ ما هي بيت محدسة خد دامة بقى وجاية تنظف إنك أنا اللي حواركي ما بقى يا بيت اتقال يا بيت اتقال يا بيت اتقال إيه حمام أنا لها تصحولك الحمام ونغال الحمام آه يا بيت الاساسة إيه إيه ما بي وك جدعان براوة عليكم التبقات وربت توضهم الله وربت أين حانجهم ها لوه بيبيع من شعريه أعلميها اللدر أحسن ها تعال ايوه براوة عليك براوة وانت يا بيت برضه تعال براه عليك براه هيّا لأ! هيّا لأ! يا بيت الكتب! اترابت! اخر البيوت! اطلع لأهوتي في البيت الكتب! انت يعني يا غافير واقل من شرح قوي انك انت هتمنع الشيخ محمود من دخول الجامعة شيخ ايه؟ ايه اللي شيخ دي؟ حضرة العوم ده قالي ان محمود ديه ما هواش لشيخ ولا حاجة وده أمر ميري طب يا بتاع الأمر الميري محمود اللي من غير الشيخ ديه محمود حاف لو جهوا خد الناس وصلى بيهم برا الجامعة زي نبل لفاتن هنعمل ايه احنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر اشهدوا ان لا إله إلا الله اشهدوا ان محمد واصول الله حيّ على الصلاة حيّ على الملاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ساوا الصفوف وسدوا الفرج ولا تسمحوا للشيطان باني يا أولادي هيا أخلي يا أولادي وقعوا يا أولادي هيا هيا يا أولادي هيا يح... يلا أنا! وإنت؟ إيه؟ مش هتصلي العشرة وراء آخر؟ ليه صلي! يلا! فضل! الله أكبر! الله أكبر! إيه دي عثمان؟ والله العظيم ما إيه دي بلد؟ بلد إيه؟ بلدنا لا! دي بلد أنا ما عرفهاش! دي بلد ما فيها شهد رمل المامات! ولا فيها كبير كلمة ونفدة ولا مسموعة! أنا! أنا! الناس تمفضحة حوالي في الجامعة كدهو! ويسيبوني كدهو عفزي خبيته! لا! لا يا عمد! بس مش ده المهم! المهم دلوقتي إن مفيش حد يسدي مكان شيخ الجامعة ده ركنت! إيه؟ أنا! يا سدي كلها يومين تلاتة ويجي شيخ الجامعة الجديد بتاع الحكومة ويفضنا من السراد! لا! طب وعلا ما يجي شيخ الجامعة دي! من اللي حيقوم من الناس في الصالة يا عتمان! وإن اللي حيقوم من الناس في الصالة؟ برايه يا رجلين! وإنت بقى تشتغل إيه؟ هتمسك العمودية! شوف أنا عارف إن إقمامة الناس في الصالة دي شغلية تانا يا عتمان! بس فرصة! فرصة وجاتلينا يا عتمان! إنت بقى تقوم الناس في الصالة وتقول لهم كلمتين كده يلغوا الكلمتين اللي كان بيقولهم محمود عني وعنك! إيوه يعني بس يعني آآ! إنت عرفني يا مبروك! يا عتمان! إنت إيه؟ إنت أحسن واحد يخطب ويتكلم ويزوى الكلام! طيب! سيبني كده أشاور نفسه وأفكر فيها كم يوم يعني على يوم الجمع! جمعة إيه؟ جمعة إيه؟ إنت هتقوم الناس في صلاة الفجر اللي لادل! إيه؟ لو في حد في بلدنا بيصلي الفجر في الجامع والله إدي حاجة كويسة قوي! وكمان هتقومهم في صلاة الضوء! وصلاة العاص! وبعد صلاة! حيلك! حيلك! جرى إيه! وأنا هضي طول اليوم في الجامع! يا عتمان! فهمني! بعد صلاة العصر هتلم الناس وتقولهم الدرس اللي كان بيقولهم أحمود! وما تقلقش يا أخي! أنا هكتب لك كلمتين تحفظهم وتقولهم إنت للناس! أحفظهم إيه؟ لا لا لا! أنا مش هعرف أحفظ حاجة! لا! يا عمي! إنت ده هم كلمتين مباس! يعني يا حديث شريف على قولي ولا اتنين مغصورين! والباقي كله كلام بالبالة دي! عشان تبلف به الناس وتلف في دمانهم! وتسمعهم الكلمتين اللي إنت عايزهم يعملوا بيهم! في أراضينا ويرعوا بهم مصالحاً! والله يا سنين كان عالكلام البالة دي! يعني خد عندك! إنما لو على حديث وكده! أنا يعني حافظ حاجات ببسيطة! يعني كده ومتنطورة ومش بالمظبوط! يعني ما انت عارف! ما تقلقش يا عتمان! أنا هكتبلهم لك في ورقة كده! تقرأهم مرة واثنين وثلاثة! وبعدين تبقى تقولهم للناس! وسعيتها يا أخوي! لو اطلق بط! يبقى مص في الورقة! عال! ما حدش هاخد بال! ماشي! بس مش في الجامع! يبقى هنا! هتقولي الخطبة هنا يا عتمان! لا مش خطبة! ديه دارس! يعني نجرب الأول في الناس هنا! والله الموضوع نجح! يبقى نروح الجامع! وإيه الزناعم دي! يا أم زناعم ايه! اسمها الزنا عام! ايه واي! وإيه بقى الرباطن! الرباطن! الزناعم والرباطن! لا! أنا مش هقولي في الورقة دي! مال حتقول ايه! أنا هتكلم كده بالبالد! قول بالبالد! بس يوحد شيء! ماشي انت هو يدخل! يا حد يدخل! هو حد المسحاجة! يقولك ها! علي يا حد تفضل! كله يثبت محل! سلام عليكم! عليكم السلام! ورحمة الله وبركاته! انتوا طبعا مش عارفين أنا جمعتكم ليه يعني! أنا يعني كان نود كده ان احنا نتجمع كده ونعبد مع بعضين! ونتكلم في الأحوال يعني! يعني نقول كلمتين كده يعني في الخير يعني! نتكلم في الله! يعني رب العزة سبحانه وتعالى! لما خلق البنى آدم خلق البنى آدم عشان البنى آدم يعبد ربنا! وأول بنا آدم ربنا خلقه مين؟ سيدنا آدم! فسيدنا آدم ده أول بنا آدم اتخلق! عالم المواقزة حضرت العمدة! سيدنا آدم مش بني آدم! مش بني آدم ازاي! لا طبعا بنا آدم! ايه هو مش بني آدم! يا ودي انت بنا آدم وهدعي فريد ايه ولا جيدني؟ ومعه هو بنا آدم! سيدنا آدم أول إنسان! امشي يا ودي طلع بر! امشي بر! اهدي! ايه! مفيش خية ولا حاشة! اهدي! بترد عليك الكلمة بالكلمة! فزي ما قولنا ايه بقى؟ ان سيدنا آدم ده أول إنسان! أول إنسان ربنا خلق! ومن بعد كده ربنا خلق منه إنسان! اللي هي مين؟ ستين أحاول! وإنسان ده بقى لما انتشر بقى بشر! البشر ده بقى مش عاجبه حاله! كل واحد مش عاجبه رزقه ومش عاجبه حاله! يعني ربنا لما وزع العقول كل واحد عاجبه عقل وكيفه قوي! وم لما وزع الأرزاق محدش عاجبه رزقه! كل واحد بقى بص في ايد اللي قدامه! وبص عند اللي عنده وما عاجبوش رزق! ليه؟ لأنه غايب عن ذكر ربنا! ما بيحبش ربنا! فيه بقى ناس طيبة! تحب ربنا! وتسمع كلامه! وتسمع كلامه! وتسمع كلام الرسل! وهم بقى فيه ناس تانية! والعاذوا بالله! تلاقيهم كده بقى تبع التبع! وحسب الحسب! وليهم كده يعني ايه؟ تلاقيهم يعني نفسيتهم كده يبصوا لللي عنده! وتببصلي كده ليه؟ فيه ايه يا عمينا؟ ومنتك لع الله! وممشي! ومي أخوان تا وهو! ومي أخوي! هو! ومي أخوان تاعد كده ليه؟ ومي أخوان تاعد كده ليه؟ يلا! ومي أخوي! يلا يا عمينا! يلا يا عمينا! يلا يا عمينا! يلا يا عمينا! ايه دي! ايه دي يا عدماء! ايه! ما كنت ماشي كويس وعمنتون كل واحد عاقب عقله ومش حاقب وريس! وإيه اللي خلاك حلاك! انت شفت زغارلي ازاي! ايه دي! ايه فغد ياخي زغارلك عام! دي حاسد دي! موسيقى 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 برافو يا منتهى! برافو! تربيتك يا عادل بي! هالي تخي مينيون! بالضبط القالب اللي أنا بحبه! هارين كده؟ لفي يا اختي لفي! نينا كانت تنبسط قوي لو كانت قابلتك! بشويش يا عادل بي! بسوتي هالي كمان برحة التينة! الله! اه! يسيب العزول! ونروح أنا وانت يا قطة! يلا! تسبوع على خير! خد يبالك من عادل بي! وانت من اهل! النابي يا اختي الرجالة دي بتكبر وتتهاب! الغريبة قوي! اللي بيعمله ده! اعرف يا اختي! جريبتي يا لبيب! انت استنى هنا ترايح بانت كمان! وانت يا اختي كل ما تشوفي يشانة براجل! تشيتي عليه؟ مش يا اختي نجري من هن! روح يشوفي شغلانتك في حتة تانية! رأي يا ابو العيل! هي ايه؟ اول ما قنت لك تعايا يا اخويا سبت ايدك ورجلك ورايح معها؟ وانا انا كنت راعي بعها زي! طب يا ابو العيل! خد بالك بقى يا حبيب! الصنف ده هتشوفه كتير اوي في طريقك وسكتك! لما تشوفه يا اخويا! ابتد ببانك في واشه! ماشي يا ابو العيلة؟ أرس يا راو! هو هي اصله ده يا اختي! ما تخفي على الراجل شوي! يوه مش جوزي! بغير عليك! وبعدين كنت عايزي! عز ترقص؟ أرقص معايا يا اخو! أرقص! أرقص يعني؟ ايه يا أرقص! أرقص! أرقص الله! ابو العيلة! ومش جات عليك تعال معايا روحت معها! يالله! ما كنت راع عارف يا راعي فيه! يا سلام مش عارف كمان ورايح معها! بتعايز تجنين يا راجل! أرقص ام! يال! ام! ما ترقص معايا! انا ابو عارف تشعرقص! الله! اهي! عزق نفسي يعني! ما تجنينيش يا ابو العيل! ما تجنينيش! منك رسي هجنيني؟ يا بيت! يا بيت ده اني وانتي عرسان جداد! يعني عارفة يعني ايه عرسان؟ يعني فهمها يعني ايه جداد؟ اهه! يعني لازما وحتما وضروري! نتنيل بنيلة! يعني انا لغاية دلوقتي لو حاجيت لأيوتها حد ان انا ما تنيلتش بنيلة ما حيصدق! داني حتى لو حلفتلك ايمانات ايه ما حيصدق! ده حفيظة فهم ان انا وانتي انا مش مصدق! يا أخوي بس واني هامل ايه يعني؟ اصدر بس كده يعني لحد بكرة! من ربنا ما فرجهاش نبقى نشوف حكيم! حكيم؟ حكيم ايه؟ ايه يا اخويا حكيم! انا بقول يعني لو ربنا ما فرجهاش! لا ان شاء الله هيفرجها! وهيفرجها المهاردة ودلوقتي! لا يا عتمان لا يا عتمان اخصى عليك يا عتمان احنا ما اتفقناش على كده يا اخويا لا! كده هو؟ طب ماشي! نام يا فاطلا! انا هروح لحفيظة! استنى هنا! حفيظة دهقاه دي اللي انت تروح لها وتسيبني! خلاص مش هسيبك! اجيبها لك هنا؟ كده يا عتمان؟ انت بتزعلني؟ اهو زعل بزعل بقى! انت هتقهرني؟ وما لحنا فيك يا ايه ما انت هتنقطيني! كده يا عتمان؟ كده يا توتو! استسيبني الوحدي يا توتو اخصى عليك يا توتو اخصى عليك اخص! انت هتموتيني يا فاطو! خلاصي! وعيز تسيبني وتروح لحفيظة؟ ما انت تعباني معاك يا فاطمة؟ يعني لينيها شوية! اصبر! اصبر بس كلها يومين ان شاء الله! اصبر! ماشي! انا صابر! ورب الكعبة انت تنفع امام جامل! ما هي اصل الامامة يا عمدي! ما هياش علم وباس! اا كم الناس ربنا مديهم علم من واسع! انما ما عندهمش بقى حسن الاسلوب! ولا برعة الالقاء! وانت! يا عمدي! يا عتمان! انت معاها يا عمدي! ايه؟ انت بتقول حاجة؟ والله انا قلت حاجات كتير! بس مش عارف عيدها تاني! بلاش! احسن! بروش لزوم! ايوه! افتكرت! كنت بقول ان انت تنفع امام جامع وعن قداره! لا بقولك ايه! فضينا بقى من السرادي! هيك هتمره وخلاص! انا مش هعمل في نفس كده تاني! انا اصلا دي مش شغلتي! وبعدين دلوقتي انا مش طايع نفسي! فيك ايه يا عمدي! الله! مالك! معين اللي زاك يعني المفروض يكون مزاقطة! ايوه! مفروض يكون مزاقطة! ببلعب وفرحان! وبعمل للبدع! ما هني متجوز بيت زي وش اللبن! ايه يا عمدي! يا البيت فاطمة مزعلك؟ مزعلاني! إيه اللي مزعلاني! بمغلباني الغلب كله! تصدق يا راجل! ده للغاية دلوقتي! لغاية دلوقتي ما تلطعاش! يساتر يا رب! بقولك اي يا عمدي! وعن بتتكون عياني! عياني! ده اللي اللي بقيت عيان بيه! قالي اللي بقيت مش عارف اعمل ايه! وهي! كل شوية حجج واعذار! وكل يوم حكاية ورواية! وراغي! ونقعد نناهد! ونلف وندور! ونعافر! والحد بالنهار يطلع! وما تقولهاش برضو! اني ساعة الشيطان بيقولي ان البت مش رايداني! وساعة تانية انا مبقاش مش تقل وطلتها! لاني لما بشوفها ببعال زي الرهوان كده! ومش عارف اعمل حاج! والبت يعني كده بتبقى ملعلطها كده ومقلوزها! وانت بتبص على ايه! اني خلاص بقيت حجنن! مبقيتش عارف ايه! يعني اعمل ايه! مش عايز اخدها غزباني! انا عايزها برضو برضاها وبنعميتها كده عشان حلوتها ما تمررش وتمسخ! اقولك يا عمدي! عدم المغز يعني مفيش قدامها بغير انك تاخدها غزبانية ومش غزبانية! ده ايه الباوخة دي؟ هو ده وقت تريعه يا اخوة انت التاني! انا ما بتريعش يا عوض! انا بتكلم بجاني! اما ليه يعني غزبانية ومش غزبانية دي؟ اسألني وانا اقولك! فيه حاجة كده يا عمدي! بتاخد منها ملقة! بتحطها على كوبة شاي! وتسقيها لها فتروح في سبع نوم! هي بتبقى دريانة بكل اللي حواليها! بس ما تقدرش اتعاف! وتسحى الصبح! تبقى حاسة ان اللي حصل دي! حصل بخطراء وبكفة! طب ايه المعلقة دي؟ ما تجيب لنا معلقتين ثلاثة يا اخي! للأسف يا عمدي ماشى عندي! هبعت اجبها لك! السبح ان شاء الله تبقى عندي! لا! بكرة لا! النهاردة! وفي التو والحاء! انا خلاص باق! يا سلام! وجدت على ليلة يا عمدي! ايا تاخد معلقة كبيرة ولا صغيرة؟ والله انت وما قدرتك يا عمدي! هوان اللي اخد ولا هي يا هبال انت؟ شكال الهوان شكريت أر compraجع Really? ليس هناك最 κنع على البلاد! فلا ت enchanted رائع دع شكريت أكبر ترجمة نانسي قنقر يا شيخ السلام عليك عليكم السلام بيت الحج بحبود فيه الوحيدة كلبين ويندرعك الشمال عرف شكرا يا حج يا أهلا وسهلا يا مرحب يا مرحب يا مرحب تفضل يا مولانا شرفك وأناست يا مولانا تفضل تفضل يا رب يا ساد موسيقى ما خلاصهم مال يا أبو العلي كل حي راح لحال انساه انسى النفطنا ديا كانت مراتك في يوم الليان ليه يا حسان لو انت فاكر أن أبو العلي جوزي لسه بيفكر في فاطمة فاطمة بقت مرات العمدة بالشرع والأنون فاطمة خلاص دخلت بتعت مان ودخل عليها هلا عاف عليكم تعالوا يا عيان أما أما تعالي تعال تعالي يا زنوبة يا قروبة أهلا يا حماد شفت أموكم جابت لكم إيه؟ يا عيان حاجات حلوة كتير يلا يا محمد يلا يا زينج يلا خشت داخل يا عيزة أما أما ما عليش عشان نشوف جابت لنا إيه جوه يلا يا عيال يلا تسلم ياد واني جايلكو يا عيال إيه اللي جابك هنا يا فاطمة غريبة والله هو أني المفروض أستأذن قبل ما أجأ شقر على عيالي يا أختي ولا إيه؟ وبعدين أنا ما كنتش أعرف أن أبو العيلة هنا ولو كنت أعرف يمكن ما كنتش جيت ما لك يا أخي مساهم ليك ده؟ ما تبصي لي يا أبو العيلة وما تكسيفش فاطمة اللي قدامك دلوقتي يا أخوي مش هي فاطمة بتاعت زمان واني مش عايزك تخافي من آياته ها حاجة أنا أختي معاتش في دماغي دلوقتي غير إن أن تقمن لزلامني وبكيه بحاصراته زي ما بكاني ديه بس لشغل تفكيري مش أي حاجة تاني يعني إيه يا فاطمة؟ يعني كويس إن لقيتك هنا يا أختي عشان لما كنتش لقيتك كنت جيت لك لحد دارك حاكم كلامك لسه بيرنف ودني لحد دلوقت فاكرة ساعة ما قلتلي إن العمدة مصيره حيزهق مني عندك حق هو فعلا مصيره حيزهق حتى لو جبتلي الود اللي هو عايزه ممكن بسهولة هياخده مني بإيده الطايلة عشان كده أنا فكرت في كلامك كويس ولقيت إن ما فيش غير حل واحد إن أقطع له إيده الطايلة دي وتبقى ما فيش غير إيدي بس هي اللي طايلة سمايت يا أبو العيلة؟ يوم ما فاطني اتغيرت هي يوم ما أنت كمان اتغيرت يا أبو العيلة اتغيرت خالص كنت هتني يعني أتنضغ كده من آياته حد طبعا كان لازم أنا أتغير أنا اتبهدلت مويت أمي وأخده مني أم عيالي غصباني كويس إن أنا لسه في عقل فراسي وعقلك اللي فراسك دي هو اللي انت هتعرف به خلاصك وقولها براو عليك يا فاطم عدونا هو هو وغرضنا كمان هو هو وآخرت مشوار كل واحد فيني هي هي؟ أولا انت قمنا من العتمائل وكلابي البلد دول تشفي غلالنا؟ ما إحنا لو اشتغلنا عليهم مع بعض هنسوي فيهم الهوائل وأنا يا أختي من إيدك دي لإيدك دي أنت لازم تشفينا حل في السادة اللي أعندها أنا مش هستلنا أكتب من كده راوية دي لازم لانتهي منها خالص حاضر حاضر هو إيه اللي حاضر حاضر أنت مش معايا خلص يا عمضة هو ساعة لك جاي تبارك ولا جاي في شغل بقولك بتحددني يا عيني يا عينك إيه إيه يا سيدي ما تخافش أوي كده ما جانيتش كلمة تعمل فيك كل دي وبعدين راوية إيه اللي هنعمل لها حساب ولا وزن لا أنت مش فهم يا عمضة بعد الألاتوني ده أنا لازم أعمل لها ألف حساب خلاص نشوف صرفة في الموضوع دي بس مش دلوقتي معي يعني بعديه لإني دماغي مش فيه أنا غلطة إن جيت لك يا عمضة بس خلي بالك لما هنفزت وعه في الرأس ما حدش هنفعك عليش يعني إيه ما تأخذنيش أصلي إيه عم أجهول كده بحاجة يعني ليه علاقة بموضوع على كل حال ألف وبروكي عندها بس خلي بالك وفوق لنا كده شوية أعايزين نشوف حالها ماشي حاضر سلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألف سلام أعمل له إيه دي أقول له ماشي يا حاضر ماشي 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 عابه بس أعمل له إيه 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 ده البيت آآ بها دي باركة إنك جيت أيو الله وكمان بيني وبينك فرحان جوي جوي إنك جيتني أولاً كترتني ونورت البيت وهلت ريحتك الحلوة في كل عدة ثانياً أنا كان لازم أقول لك كلمتين جبل أتروح للرجل العمدة دي الرجل ديه زنطار في الكلام ولو جات سيرتي رح يجيب ويحط عليه كرهني جوي وهيوبر صدرك من نحية قبل ما أتكمل يا شيك محمود أنا بفضل الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما بحبش أسمع كلام من حد عن حد يعني كلامك عن العمدة رغم إنك راجل كبير ووقور وأكيد مش بتجذب وكلام العمدة عنك أنا عارف طبعاً إن في خلافات بينكم لكن أنا بحب أتأكد بنفسي بحب أشوف بعناي وأسمع بوداني ما شاء الله ما شاء الله كلام موزون وعاجل ربناي خليك بص يا شيخ محمود اسمح لي يعني إن أنا أقولك حاجة صغيرة جداً الدنيا بتمشي في طريق غير الطريق وسكة غير السكة لما بنوكل الأمور لغير أهلها نعم يعني أبسط لك الموضوع بس يا شيخ محمود لو أنت يعني مريض لقدر الله بتروح فين؟ عند الدكتور ولما أنت بتوصي تعلم القراءة والكتابة بتروح فين؟ الخوجة طبعاً كذلك الدين والإفتة والإمامة لها أهلها ولها أصحابها المسؤولين على إنهم ينقلوا العلم ده لبقية الناس أنا مش جاي أخد مكانك يا شيخ محمود أنا راجل درستي في الأزهر ونقبت وبحثت وتعلمت علشان أنقلي كتاب الله لخل الله 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 على كلامك الحلو يا ولدي مدد 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 الله أكبر ما شاء الله عليك شاب وحلو تطلع والمحية ووشك منور ودماغك مليانة علام يا ولدي الله أكبر ربنا خليك يا شيخ محمود علشان كده عايزك تساعدني في إن إحنا نعمل كده أمعاك يا ولدي من إيدك دي لإيدك دي بس والله والله قسماً بالله يا شيخ عيسى ولدي فضل عمري وفي حياتي ما طلحت كلمة من خشمي إلا بحب وعن حب والله يا شيخ محمود أنا ما قلتش إنك بتقول حاجة غلط للناس وما قلتش إنك بتعلم الناس الحرام على إنه حلال ولا الحلال على إنه حرام كل اللي بقوله إن مش كل واحد قرى كتاب هيبقى وعظ مش كل واحد قرى له كتابين حتى لو نيته سليمة هيبقى مفتي وإمامي ودعاية ولا يا شيخ محمود تمام والعمدة عيتمان أصلح الله شأنه مش ضروري نقول للناس إنه هو ظالم مش ضروري نقول للناس إنه هو حرام الضروري إن إحنا نعلم الناس يعملوا إيه قصاد الظلم والحرام ده مه ودي عايزة كلام يا شيخ عيسى ولا عايزة علامة طبعاً عايزة كلام وعايزة علامة كل حاجة في الدنيا بالعلام يا شيخ محمود مش بيقولوا في المثل الشعبي أخذ الحق حرفة مظبوط كلام موزول علشان كده الناس اللي قدامك دول لازم تفهمهم وتوعيهم لازم تفهمهم وتوعيهم بحقهم حقهم فيهم ياخدوه إزاي؟ مش بالكلام الكتير والخطب يا شيخ محمود لأن كلام كتير والخطب من غير طريق مرسوم ما من المشح الله الله أكبر عليك وعلى دناك المنورة وكلامك اللي زي السكر والله والله يا شيخ عيسى ولدي أنا حاسس إن ربنا هينصف البلد دي على إيدك إنت إن شاء الله وعلى إيدك معي يا شيخ محمود يا رب يا رب راحت فين دي راحت فين أيل العوف يا عونت؟ أنتي خرجت رحت فين يا فاطم؟ إيه دي؟ انت غيران علي؟ ولا شكك في؟ لا 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 يا أخوي ده انت اكتر واحد عارفني اكتر من اي حاد وبعدين يعني ينفع تشوف كفية كده وحنا لسه ما عداش على جوازنا يوم وفي واحدة برضه تخرج كده وليسه ما عداش على جوازها يوم يا اخوي عيالي وحاشون رحت اطل عليهم كده واخدهم فحود ايوا ايوا يعني انت كنت عند العيال ايوا يا اخوي كنت عند العيال حتى اسأل الواضحة الساعة ولما انت عايزة تشوفي العيال شواتي يا شامي ليه انا كنت جبتهم لتلاحب هنا يا سلام يا اخوي تجب هملي هنا يعني ازاي يعني ازاي وانت شايف يعني حافظة بتحبيني قوي عشان تحب عيالي دي مش بعيد تسمو هملي ده تسموهم ده ايه واني رحت فيه ده ايه لو سميتهم اني احفظ اساميهم استنى 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 كده فيه ايه ايه بقى الكلام اللي اني سمعته ده اللي يسمي البادن كلام ايه وبدأ خلينا في البادن وصيبكم التكلام عشان انا عايزة قال انت يعني لوي تاخدني باطني تشلوة حوت وبعد كده تطلقني وترميني في الشوارع انت عرفت ازاي مين اللي قالك الكلام ده ايه الكلام الفرغ العبيد ده اني برضه اقول كده اهل البلد هم اللي بيقول سيبك بهم البلد واهل البلد وخليكي معاياني ده اني يا بيت اني ايه بصي بصي قلبي قلبي ما فوش غير فاطمة 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 يا الهوي مافقت ايه ايو 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 ايماني 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 ويدقوا حديدك ويحطوا علامات صحيح الكلام دي والي؟ ايوه شفتهم بعناي يا جنابي اجري حضرة كريتة ولم الغفر عدم سواجة حاضر جنابي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمحن خد مكانه هي حصلت يا حمدية تقوليني محن؟ لا ما قصودش يا لمحن ولا كوهن يعني هي ما تقصودش حاجة خالص طيب روحي يا حمدية روحي يا بيتة عمليلي فنجان القهوة اللي قلتلك علي روحي بدل ما انت عارفي انا عملت فيك ايه المرة اللي فاتت اصلاً قلتلك قبل كده ضرب الشبشي بديه كيف وشكلك والله عايزة تتكيفي لا ربنا ما يجيب كيف النهاردة طيب روح حاضر روحي انا بروقه لهو اكبر ابعك يا شتاب اه يا وطي قومي فزي يا بيتة من هنا قومي عشان اتجرب يا ساتر يا ساتر واني اقولي العمدة بيتهرش ليه اعتاريه منك يا جرباني تلقيه يا اختي بيهرش من ساعة ما شافك ليه يا بيتة ده نقشتي انتي مش شايفة يا بيتة البيض شايفة يا بيتة البيض والحلاوة يا بيتة تتفرج يا بيتة وملي عينك يا بيت يا وطي اهري كده اهري الله يخرب بيتك يا عتمان جبتلي زبلت النسوان يا عرت النسوان يا خدامي يا وطي اهري يا بيتة اهري اهري يا بيتة اهري داني حوارك اللي ما شفتهش يا حافزة الكلب ايه اللي انت بتنقيله ده يا علوان امشي منه قدام دلوقتي يا عتمان ايه اللي بتعمله ده يا خرفان انت امشي يا عتمان ما تفرجش علينا الناس يا عتمان اني برضو اللي بفرج الناس علينا والنت اللي بتعمله ده يبقى اسمه ايه وبتقول لي امشي يا عتمان بتهدد اهوك كبير عمدة بلدك اخوي ايه بعد اللي عملته يا عتمان اني خلاص ما بقاش لي يا اخوات لا والله بقى اكيده انت يا غابير التوهيو عمرك يا عمدة امسكوه هاتي اذكر باك حيث بقى ان احنا ما بقيناش اخوات بيبقى ما فيش بيننا بقى غير الحق والمستحق واني بقى ناوي اخد حق تلت وامتلة واوريك العمدة عتمان ممكن يعمل ايه شجالة قلعوه مش كده يا عمدة ايه يا عمدة مش كده يا عمدة عتمان وانت امين يا اخي مش مهم انا امين يا تبيني ناصح امين طب اسمع بقى يا ناصر لو مخفيتش من قدامي دلوقتي هقلعك وحطك معايا امين يا عمدة عالم عليك انتي تعرف والبلق كلها تعرف ان العمدة ما مفرهش في الحق ما بين القريب وغريب الحق احق يا بالد فأي حد ياخد حقها حد انا هراجعه اقول ولازم يتربح حتى لو كان اخو العمدة زاد زاده تبعيني يا بلد عشان تعرف ان العمدة هم يفراش بالحاعب الغريب وغريب يا نايز يا دون صحيح ما يبلاش عينك للصراف اخراسي يا اونية لناسة تربية اخراسي قدك على وشي اسكن بدل ما تتشتر على اخوك يا اخويا روح يتشتر على عافظة اللي تدزي للرجلين عليه اوم يا اخويا اوم يا اخويا كلا بيت اموك وامشي والله ما نسايبك عتمال اخويا اوم والله ما نسايبك عتمال منك الله يا عثمان لا تكتب ولا تربح البس البس يا اخويا أمبس حزب الله هو أن يعمل وكي وهي يعني العين تعال عن الحاجب ولا تعال عن الحاجب بس ما تزعلش مني يا أخوي أنت اللي غلطان إيه وأنت اللي غلطان عشان سبت لهم الحبل على الغارب لحد ما طمعوا فيك وأعايزين ينهاشوا من خيرك يعني أنت مش مع أي بانة في اللي أنا عملت في الوقت على الوان دي قطع وقطعت سيرته دي هوات طماء وأني اللي يطمع في مالجوزي ولا مال ابني اللي جاي جاي إن شاء الله يستهل قطع رقبته قبل إيده قول إيه يا فاطمة أنت بتحبيني زي ما أنا بحبك إلا بحبك داني بحبك حب يعني أنت تعمل لي قيمة وتستدني وتتجوزني وتحبيني الحب دي كله وبتسألني بحبك ولا محبكش ده أنا حطك جو عيني وأتحل عليك موسيقى 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 داني فتحك يا ميتي استني وطعت وقطعت سيرتك يا حافيزة ايه اللي بعملتيها مرة؟ وهي يا حافيزة دهست؟ ايه والله يعني مش عارفة انت اتجوزتها على ايه ده انت نفسك حلوة خالص يا ميتي ودامي بالراح بالراح اهو بالراح ايو ايه؟ بس ثاني يعني في حاجة كده مستغرباه حاجة ايه؟ يعني يا اخويا كده بحسك يعني بتعمل لها الف حساب ليه؟ يمكن عشان اخوه اني لو منك ادبر له قضية وارميه فيه واخلص منه خالص لا لا يا ميتي لا السيد ده برضو مهم ان كان صاحبي مش بقولك انك طيب وعلنياتك اهو صاحبك ده داير يقول في البلد كله انك ما تقدرش يتقي معينك فيه ولا حتى تزعل اخته حافيزة عشان مسك عليك اللي ما يتمسك ايه الكلام الفرغ اللي بتقوليه ده؟ جبت الكلام ده من ايه؟ من اهل البال بس نقول ايه؟ ما هو دايما الكلام كده يجي عند صاحبه ويقف ناس نقصين بحقوحة ايه؟ ايه والله؟ عايزين جنازة ويشبعوا فيها لط بس هو لعب مش علينا لعب على داير ياخد من البلدي من وش مال ويهلب فيهم ويهددهم ويقول اذا قد تاني قدر ابهدل العمدة بتاعكم ده واجب من خيره الارض مش حقدر عليكم انتو يعني يا بلد الكلاب ايه والله؟ بس اقول ايه؟ أسره مدام طلع صاحبك يعني انا مش حقدر اقول حاجة اكتر من كده بس انت باجب عليك انك تعادبو يا عمدي ايوه لازم انت عادبو بحق الصحبية اللي بينكم عادبو؟ عادبو على ايه ولا ايه؟ ايوه خلينا في التلزغزغ يا عشا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اللي نشفت دمي ربنا ينتقم منك ايوة ايوة كده ومشى الله ايوة يا بيت ايوة يا بيت بلاش بقى تزغزغ هنا بقى ايهي لسه هنبدأ من الاول من الاول تاني يلا هات رجلك خذي خلاص مش مكملي البتاع دي خشنة خشنة؟ ايه نصبنها لك الاول ماشي ايه يا سلام يا سلام يا سلام ايه ايوة ايه الراحة ياه